موسيقى شهدين من الكرام أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة حالة نهاية الأسبوع من المواجهة أنا لما جبريل أكون بحضراتكم على مدار هذه الحلقة قبل ما نبدأ الأخبار حابة بس أنوي عناية حضراتكم من فقرتنا الحوارية الأولى هنتكلم عن كيفية تنظيم أولياء الأمور الدراسة داخل المنزل مع التلاميذ وطرق التعامل لاستمرار العام الدراسي داخل المنزل خليني أقول حضراتكم أنه بعد ما أولياء أمور كان فيه هاشتاكز وترندنج على السوشال ميديا وغيرها مطالبات بوقف الدراس الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب وتم وقف الدراس بعد تعطيل الدراسة الحقيقة أنه أصبحت فيها يعني إحنا على السوشال ميديا والدوير اللي حوالينا دي كلهم بيشتكوا طب هنتعامل إزاي الدراسة من البيت طب أصبح فيه دراسة عن بعد يعني المدرس بتبعت أونلاين وفيه جامعات كمان بتشتغل أونلاين ولكن إحنا يمكن مهتمين أكتر بدراسة المدرسية في الفقرة دي إزاي العيال فيه فيه الصغارين جداً اللي بيزهقوا بشكل غير طبيعي ومش عارفين يفرغوا الطاقة فيه فيه تينيجرز أو المراقين اللي يمكن الأهلي مش عارفين يتعاملوا معهم الحقيقة إنه دلوقتي أصبح هناك إحنا محطوطين في موقف أولياء الأمور والطلبة في مختلف السنين اتعامل يكون إزاي إزاي ممكن أو نقدر نكمل العام الدراسي أو الأجازة اللي مفروضة لغاية دلوقتي في المنزل ده غير طبعاً إنه فيه سيدات كتير أصبحت بتشتغل من المنزل فالتعامل طول اليوم بين الشغلها وبين الأطفال أو الولاد وهم عادين من الدراسة الموضوع ده كله إزاي نتعامل فيه معنا ضيفنا الكريم دكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي في جامعة عين شمس وكمان طبعاً يحساعدنا نحن نتلقى أسئلة حضراتكم على صفحة أكسترانيوز على الفيسبوك ده بخصوص الموضوع ده لو حد عنده أي أسئلة نكون فتحين اللايف وأستقبل أسئلة حضراتكم كلها طبعاً في صحب التضيفي الكريم عن هذه الفقرة الفقرة الثانية يكون ويتجدد اللقاء مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل طبعاً بيكون عندنا قراءة في عدد من الملفات العربية والدولية ويمكن بنتناول الكثير من الموضوعات خلال هذه الفقرة نتدي بأهم أبرز الأخبار والنهاردة اجتمع رئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ويمكن صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي ده في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهدفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين ويمكن وجه رئيس السيسي بالاستثمار الأمثل لتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التنمويلية من حيث الشروط والميزة التنفسية للشركاء التنمية نتابع مشاهدين الكرام تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع في هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة والهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين وقد وجه السيد رئيس بالاستثمار الأمثل للتمويل المقدم من الشركاء الدوليين لصالح دفع التنمية الشاملة في مختلف القطاعات وتعظيم المردود بالحصول على أفضل البدائل التنمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لشركاء التنمية أوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية خاصة ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي وتعظيم حجم التعاون الفني مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية وفي هذا الإطار عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج زيارتها الأخيرة إلى واشنطن في شهر فبراير الماضي لبحث سبل تعزيز شراكة الاقتصادية بين البلدين ودراسة فرص التمويل المتاحة في مختلف القطاعات والمشروعات التنموية الكبرى في مصر على جانب آخر استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أليات التعاون التنموي مع الصين في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر خاصة من خلال نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الصينية والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر وكذا استعرضت نتائج زيارتها الأخيرة لدولة الكويت في شهر فبراير الماضي ومحاور التعاون والتنصيق مع صناديق التمويل العربية المختلفة بشأن المشروعات الممولة من جانبها في مصر في مختلف القطاعات بما فيها تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة خاصة في قطاعات الإسكان والبنية الأساسية وتحلية المياه جديد مشاهدين كرام خليوني بس أقول حاجة صغيرة قبل ما أبدأ هذا الخبر إنه الإشعاعات أصبحت أخطر من فيروس كورونا نفسه يعني إحنا بقينا بشكل يومي بتتعدى أرقام هيلة من الإشعاعات والحقيقة إنه بقى فيه تطور يعني إحنا بنتكلم دلوقتي عن صور بقيت بتلف واتساب وبتلف كل مواقع تواصل اجتماعي وتأكيد ده غير إحنا عدينا بقى مرحلة الفويس نوتس يعني أو المرسلات الصوتية عن إنه هيحصل إنه الجيش هيروش النهاردة مش عارفة إيه في الشارع وهيحصل حضر طب حضرتك مين يصور الصورة دي؟ طب إيه المصدر؟ طب جات منين؟ يعني الوضع ما بقيش بس إن إحنا بنحارب هذا الفيروس كدولة والحقيقة إنه الدولة والمؤسسات أيما بدور أكثر من رائع وأكثر من هيل اللي بتشيد بيه منظمات الدول العالمية كلها والمنظمات العالمية كلها في دورنا في محاربة الفيروس ما نجيش إحنا بقى ونضمر هذا دور ونحارب هذا الدور ببعض الإشعاعات اللي إحنا يمكن بنرواجها من غير طب إيه المصدر؟ يعني إحنا بنحارب نفسنا ليه دمع؟ يعني بدل ما نكون وقفين ظهر وسند للي بيحصل دلوقتي وندعمه بكل طرق لأنه حقيقي هيل وحقيقي إحنا محققين معدلات هيلة بالأرقام من منظمات عالمية ليه بنحارب ده؟ يعني في هذا الإطار يمكن في نفي جديد من العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري نفى تماما صحة ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي ده بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار في المحافظات ومحافظات الجمهورية لتنفيذ حاضر التجول ده كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ده تم نفيه تماما والحقيقة أنه هنا طالب المتحدث كل وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي إدعاءات مغردة أكد أنه يمكن المصدر الرسمي أو هو المتحدث العسكري المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة نوه كمان أنه هيتم وصلة القوات المسلحة شغلها ده بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وده في إطار طبعا استعداد الدولة لمجابة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل الإجراءات اللي بتكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري نافيا آخر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأنه موجود مجموعات أو جروبس بعنوان جروب بوابة الشكاوة ده تابع لمنظومة الشكاوة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الحقيقة أنه ده تم نافيا يعني فيه جروب اسم جروب بوابة الشكاوة ده مالوش أي علاقة بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ومالوش أي علاقة بالدولة أو بالحكومة ويمكن أكدوا هنا أنه بالتواصل مع منظومة الشكاوة الحكومية الموحدة نافت صحة الأنباء دي وأكدت أنه لا صحة لوجود أي جروبس تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان جروب بوابة الشكاوة جروب بوابة الشكاوة ده مالوش علاقة بالدولة أو بالحكومة بوابة الشكاوة كمان أكدت أن الحساب الرسمي الوحيد التابع للمنظومة على موقع توصل اجتماعي فيسبوك هو الشكاوة الحكومية بمجلس الوزراء هو اسمه رسمي جدا يعني الجروب التابع لمجلس الوزراء اللي ممكن حضراتكم لو حابين تتواصلوا بأي شكاوة الشكاوة الحكومية بمجلس الوزراء ده اللي رسمي الجروب الآخر هو غير رسمي ده اللي تعامل مع تعليقات المواطنين والقنوات الرسمية لتلقي تسجيل الشكاوة هي الموقع الإلكتروني للمنظومة وتطبيق في خدمتك ده على التليفونات أو المحمول وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين ده في الجهات الحكومية بالإضافة لنقاط تلقي شكاوة في محطات مترو الأنفاق ممكن احنا معظم الأخبار معينا دلوقتي نفي وتأكيد لصحة معلومات هنا أسامة هيكا الوزير الدولة للإعلام أكد أنه لا صحة ليعزل أي محافظات لغاية دلوقتي ولا صحة ليعزل شرم الشيخ أكد كمان أنه السائحين يعني بيغدروا حسب جداول برامجهم الطبعية وأن المخالطين ليهم من العاملين في الفنادق وفي البزارات وغيرها طبعا اللي بيقيموا خارج المدينة هيفضلوا في المدينة 14 يوم عقل مغادرة آخر سائح وطبعا 14 يوم دي مدة الحجر الصحي بعد مخالطة أي من المشكوك أو لو فيش تباه في فيروس كورونا يمكن وزير الدولة للإعلام أكد كمان المعلومات الدقيقة اللي هتخرج من الحكومة هتكون أو الحكومة يكون مصدرها الوحيد ناشت كل طبعا المواطنين عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ده اللي بنازي بيه كلنا يا جماعة الموضوع يعني أن احنا نصحح المعلومات بقى أكتر من المعلومات الحقيقية اللي بتخرج من الجهات المسؤولة فيما يخص هذا الفيروس واللي بقيت أخطر من الفيروس نفسه طيب معينا في نفس الإطار يمكن محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة أكد على القرارات المتخبة بخصوص العاملين في السياحة والمخالطين للأجانب في الفنادق والبزارات والمزارات وكل المنشآت السياحية أشار إلى أن طيران الداخل يشغال بصورة طبعية والطرق البرية مفتوحة لكل الناس كمان يمكن ذكر أن كل السلعة الغذائية والمستلزمات الطبية متوفرة بأسعارها الطبعية مع زيادة في الكميات أكد كمان على السماح بدخول كل السلعة الغذائية والاستراتيجية والطبية ومستلزمات البناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي وكل الطرق البرية ويمكن بيهيب محافظ جنوب سيناء بكل تجار بعدم زيادة الأسعار أو الاحتكار لأي سلعة ومن يخالف سيتم تحويله إلى نيابة العامة تبقى لقرار المحامي العام طبعا مسألة زيادة الأسعار في هذا التوقيت يعتبر جريمة يعني احنا منتكلم في أمن قومي ومن يستغلوا هذه الأوقات دي جريمة بحد ذاتها تجاه أي مواطن حضراتكم لو فاكرين يمكن أعتقد من يوم أو اثنين كانت الجارديون نزلت خبر له علاقة بإعداد وهمية تماما عن مرضى فيروس كورونا أو المصابين بفايروس كورونا المستجد في الداخل المصري على الفور كان فيه مواجهة من منظمات عالمية زي منظمة الصحة العالمية بتشيد بدور المصري أو الخطوات المصرية على الأرض لمواجهة الفايروس سيان أن يمكن كان فيه فقرات عن أو فقرة بعينها وتناولناها كلنا على السوشيال ميديا فخرا طبعا بدور الدولة المصرية وقد إيه هي متميزة في خطواتها على الأرض وإن إحنا نحد ونحتوي فيروس كورونا وإنه الأرقام اللي بتخرج حقيقية 100% ده طبعا بعد متابعة منظمة الصحة العالمية وإنه تقرير الجاردين كان تقرير غريب الحقيقة وملوش أي أساس من الصحة لا بالأرقام ولا بالمعلومات اللي كانت فيه في هذا الإطار الكاتب الصحفي أستاذ يقر شوان بعث وهو طبعا رئيس الهيئة بعث بخطاب إلى رئيس التحرير صحيفة الجاردين تضمن رصد الأخطاء المهنية وتجاوزات اللي اقترفتها مرسلة الصحيفة في القاهرة وتضمنت بيانات مضللة وغير صحيحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر طلب رشوان في خطابه صحيفة الجاردين بنشر اعتذار بنفس طريقة نشر التقرير المغلوط والمسيق لمصر أبلغ رشوان رئيس التحرير الصحيفة بسحب اعتماد مرسلتها في القاهرة كما بعث رئيس هيئة الاستعلامات خطاب مماثلا لرئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز يدين فيه بشد انتهاكات مرسل الصحيفة في القاهرة لقواعد مهنة الصحافة اللي بيقرها العالم كله منها الصحيفة الأمريكية نفسها وآخر نماذج هذه الانتهاكات هي قيام المرسل بنشر تغريدات على حسابه على تويتر في إطار عمله الصحفي بالقاهرة روك فيها معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد ويمكن في هذا الإطار لو تسمحوا لي قبل ما كامل الخبر الدقيق إنه بالفعل الصحفي ينزل أرقام ولكنه مساحها ونزل ورجع حتى أرقام المنظمة الصحة العالمية اللي في مصر وذكر إنه دي كانت أرقام غير صحيحة وإنه خدها من بيان ما تمش تأكيده من قبل أي جهة يمكن هنا أبلغ رئيس تحرير الصحيفة طبعا أستاذ يعرشوان بتوجيه انذار أخير للمراسل لاحترام أصول وقواعد مهنة الصحافة الجديد إنه أعلنت وزارة الصحة والسكان النهاردة آخر طبعا أرقام وإحصائيات عن أعداد الحالات ويمكن تكلموا عن ارتفاع عدد الحالات اللي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية لسلبية لفايروس كورونا المستجد نتكلم عن 40 حالة كشف الدكتور خالد بجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فايروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وده بعد تلقيما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إحنا كده بنتكلم إنه ارتفع إجمالي المتعافين من الفايروس لـ 28 حالة لغاية النهاردة ده من أصل 40 حالة اللي تحولت النتائج بتاعتهم معمليا من إيجابية لسلبية يعني من وجود فيروس كورونا إلى التعافي من فيروس كورونا أوضح إنه تم تسجيل 14 حالة جديدة بالفعل ثابت إيجابية تحاليلهم معمليا للفايروس وتشمل حالتين لأجانب و12 حالة من مصريين كلهم من المخلطين للحالات الإيجابية اللي تم اكتشافها والإعلان عنها قبل كده وده ضمن إجراءات اترصد وتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية يمكن قال مجاهد إنه كل الحالات اللي تم تسجيل إيجابيتها للفايروس في مستشفيات العزل تقطع لرعاية طبية ده وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ذكر مجاهد إن إجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفايروس كورونا المستجد حتى النهاردة بنكلم عن 210 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل 6 حالات وفاة وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفايروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه مشيرا لأنه فور اللي اشتبه بأي إصابة بيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية تبقى للوائح الصحية الدولية بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية خلوني أقول لحضراتكم تلقى الوزير محمد سعفان طبعا هو وزير القوى العاملة تقرير عاجل من مكتب التنفيذ العمالي تابع للوزارة بقدسوليت مصر بملانو في إيطاليا ده في إطار طبعا المتابعة على مدار الساعة يوميا عن أحوال العمالة المصرية في دول العمل طبعا إحنا في دول بره كده في أوروبا زي إيطاليا وفرنسا فيها عدد جاليا لا بأسة بها من المصريين وبيتم طبعا المتابعة عن أحوال الجاليا خلوني أقول لحضراتكم أنه هي سمساعد دين المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ذكر أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين في الخارج تلقى الوزير التقرير من الملحق العملي بملعنو مجدي حسنين والأشار فيه أنه فيه وفاة مواطن مصري في الثامنة من مساء أمس الثلاث ده نتيجة إصابته بالفايروس كورونا وده يعتبر أول مصري ضحية للفايروس القاتل في برجعمو في إيطاليا ويمكن الملحق العملي كمان ذكر أنه المواطن المصري دخل المستشفى من 12 يوم وكان بيعاني من بعض المشاكل الصحية وأصيب الفايروس فيه أثناء علاجه في المستشفى وضح كمان أنه من مدينة المنصورة في الدهلية وبيقيم بالقاهرة وعيش في برجعمو في مدينة بجوار ميلانو هم تزوج من إيطاليا وبيشتغل في صيانة الحاسب الآلي أيضا تم الكشف أنه نادرا ما يذهب لمصر استفسر وزير القوى العاملة عن حالة أحد المواطنين الآخرين اللي كان قد أصيب بفايروس كورونا في أول مارس الجاري وأفاد الملحق العملي بملعنه أنه تم إعادة فحص المصاب بيوم 13 مارس واتضح أنه لسه حامل الفايروس وهيتم إعادة فحصه غدا الخميس هيتم أخذ عيينة أخرى وتظهر النتيجة بعد غدا الجمعة ونوه بأن مشكلته أنه رهن الإقامة في منزله يعني بيخالط طبعا زوجته الحامل وأولاده اللي عايشين معاه في نفس المنزل وده أمر خطير جدا المزيد بينضام إلينا عبر الهاتف من إيطاليا أستاذ عادل خطاب مسؤول لملف المهاجرين والأجانب بالحزب الليبرالي الإيطالي أهلا بحضرتك معنا يا فاندو أهلا يا فاندو بحضرتكم أستاذ عادل نحن نكلم بلوقتي عن حالة مؤكدة في برجامو لمصري هل في معلومات عن الحالة دي؟ وإحنا وردنا أمس أن حالة الوفاة للمصري أحمد الفار هو من موليد بني سويف 1959 عنده حوالي 61 سنة وتوفى في مستشفى بيرجامو لأنه كان مصاد أو هو مثلا كان تعبا من حوالي 10 أو 12 يوم مرض عادي يعني عنده أمراض عادية وإتنال للمرض في المستشفى عادة من وقع الأمر في إيطاليا أنه فعلا تم نقل لي الفيروس في المستشفى في إيطاليا طبعا إحنا منكلم أن إيطاليا الجمعة اللي فاتت كانت الجمعة السوداء بأرقام هائلة والنهار ده بس يعني منكلم عن تسجيل عدد وفاة 475 في يوم واحد فطبعا يعني بتتكل أنه تم نقل الفيروس لي وهو في مستشفى رايح عشان سبب تاني آه هو أصلا يعني على حد علمنا يعني اللي هو كان عنده أمراض تانية وكان يعاني من أمراض تانية وراح نكعة عشان كان عنده كان يعني حاسي بتاعب وكده واصب المرض فيروس كورونا وتوفاء الله وهو المفروض اللي هو إن شاء الله طب في حالة تانية برضو معينا يا أستاذ عيد نعم يا فنم في حالة تانية المصري أيضا في ميلانو هو الغد بات موصلنيش لحالة تانية بس ذات اللي احنا نعرفها بلسة بالنسبة لأستاذ أرحوم أحمد البطار اللي هو توفاء الله أمن وعلى حد علمي اللي هو إن شاء الله هيت طب انتوا في إيطاليا يا فندم كاجاليا مصرية إيه الأخبار إحنا عارفين إيطاليا اللي هو لا تحت الحجر الصحي وإنه مفيش نزول وإنه يعني المدن أصبحت خالية من البشر يعني آه وإحنا هنا طبعا بنتابع التعليمات اللي احنا بنتابعها في الوقاية بحيث طبعا بينك وبين الشخص أي شخص على الأقل لمتر وطبعا إحنا عندنا حجر صحي آه بس الحجر الصحي آه يعني يعني إنت تحمي نفسك هون فيما معنى إنت عندك مثلا تصريح تطبعه على الوابسايت وتكتب رايح فين وطريق سيرك إيه آه وطبعا المدن فاضية زي ما حياتك قلت لأن هنا هم طبعا عندهم يعني يعني خايفين شوية لأنه إحنا عندنا النهار ده بنسجل في إيطاليا كلها خمسة وتلاتين ألف سبعمائة وتلاتاشر حالة ما لازم يخافه أستاذ عادل ده أنتم بتسجلوا الأرقام الأعلى يعني الحقيقة إن إيطاليا أصبحت بقرة يعني آه هو عمات حاجتك يعني هو في شمال إيطاليا بس حتمنى للشفاة طبعا يا رب إن شاء الله طبعا لكل الناس يا رب لجميع العالم كله طبعا بشكرك يا أستاذ عادل بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل خطاب مسؤول ملف مهاجرين والأجانب آآ من إيطاليا في الحزب الليبرالي الإيطالي طبعا زي ما ذكرت لحضراتكم نهار ده بس إيطاليا مسجلة ربعمائة خمسة وسبعين حالة حالة وفاف يوم واحد جمعة الفتت كات الجمعة السوداء يعني هي التقارير كلها بتقول ونظمة صح العالمية حتى علنت بشكل رسمي إنه البقرة أصبحت في أوروبا بشكل عام بقرة فيروس كورونا بعد ما تم احتواءه في أسيا وطبعا الصين خلونا نوح لخبر آخر وهننتقل من كورونا ومن طبعا متابعتنا لهذا الملف وقطر الملاحقات القضائية لأفراد الأسرة الملكة القطرية تحولت لخبر شبه يومي طبعا في مختلف الصحف والمجلات العالمية زي ما بنتابعوا نحاول ننقل لحضراتكم بتأكيد تنوعت القضايا واختلف التفاصيلها نتكلم إنه في الولايات المتحدة الأمريكية تم توجيه تهمة التحريد على القتل والتعذيب للشيخ خالد بن حمد آل ثاني هو شقيق أمير قطر بيواجه دعوة قضائية ضده بزعم محاولة قتل شخصين واحتجاز أسير لديه كلهم أشخاص كانوا بيعملوا لديه باحتجازهم وتعذبهم في قطر لأنهم رفضوا ببساطة تحرضهم على قتل رجل ومرأة لكنهم تمكنوا من الفرار والعودة لبلدهم لولايات المتحدة الأمريكية ورفعوا دعوة ضد خالد اللي بيبلغ من العمر 29 سنة في 23 من يوليو 2019 في محكمة التحادية الأمريكية بفلوريدا الفضيحة التانية مشاهدين الكرام للنظام القطري بطلها أمير البلاد نفسه في أغسطس 2019 نشرت جريدة تايمز تقرير حاول قيام بريطانيا بفتح التحقيق مع مصرف الريان اللي بيسيطر عليه القطريون واللي بيتخذ من المملكة المتحدة مقارن له بدعوة أنه يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات البريطانية المتبطة بالإسلاميين والجماعات المتطرفة في المملكة المتحدة وعبر أوروبا وبيعد أمير قطر تميم بن حمد طبعا متورط بشكل رئيسي في هذه القضية هو بيرأس جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر وحسب جريدة تايمز بريطانية تم فرض قيود معينة على عمليات بنك ريان حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية فضيحة أخرى مشاهدين الكرام حصلت في مارس 2018 رفع رجل الأعمال الأمريكي أليت برودي دعوة قضائية ضد قطر زاعما أن الحكومة القطرية سارقت رسائل البريدة الإلكترونية الخاصة به وسربتها لتشويه سمعاته لأنه اعتبر عقبة أمام خطتهم لتحسين مكانة البلاد في واشنطن في مايو 2018 تم توجيه اتهم رسمي لمحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر بتعاون مع رجل الأعمال القطري أحمد رميحي بتهم التنظيم حملة الحرب الإلكترونية ضد برودي مشاهدين كرام بكده تكون انتهت الأخبار للنهار ده فاصل قصير هكون في انتظار حضراتكم وعنوان الفقرة إزاي نتعامل مع الأطفال للفترة دي في المنزل إذا كان من ناحية السلوكية أو الناحية الدراسية في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل من جديد مشاهدين كرام أهلا بحضراتكم الحقيقة صحيح أنه دراسة معلقة في الوقت الحالي والمدارس والجماعات في أجازة بس ده مش معناه أن الدراسة توقفت خالص في حاجة دلوقتي يسميها التعليم عن بعد سواء في المدارس أو في الجامعات حتى لو في مدارس مش متوفرة في هذا الأمر في منهج لازم يخلص وفي منهج لازم يتأثن وفي عملية دراسية لازم تحصل في البيت بشكل أو بآخر وفي أولاد كانوا يوميا في المدارس دلوقتي أصبحوا في البيت وممنوع الخروج فيه سن مختلف فيه سن صغير مش عارفين نفهمه أو نتواصل معيه أنه فيه خطر دلوقتي وفيه سن المراقق اللي ممكن يكون بعض الأهلي مش قادرين عليهم فلا بالحوار ولا بالشدة يمكن عشان كده فقرتنا دلوقتي تكون عن حول أو حولة كيفية تنظيم أولياء الأمور لمسألة الدراسة داخل المنزل مع أولادهم وطرق التعامل لاستمرار العام الدراسي جوه المنزل برضو علشان ما نفصلش الطلاب عن الدراسة والعام الدراسي علشان نقنعهم علشان نعرف نقعد معاهم يسعدنا أن نستضيف لأستاذ الدكتور إيهاب عيد أستاذ الصحة العامة وطب السلوكي في جامعة عين الشمس دكتور أهلا بحضرك أهلا بك يا سيدا دكتور بداية بيقال أنه فيه حالة لا مبالاة فيه حالة زهق فيه حالة تفريغ طاقة فيه حالة تعرف على الأطفال أصلا يعني كتير من الكومانتس بتيجي بتقول إحنا بنتعرف على الولاد دلوقتي في البيت إيه اللي مفروض يحصل يا دكتور طبعا مع مختلف الفئات العمرية نتكلم أنه فيه فصل دراسي شغال إحنا عندنا حالة استثنائية أنه الولاد قاعدين في البيت ولكن فيه ما أنا هجلازم يخلص بالضبط يبقى أنا مبسوط جدا أنه حك قدت كلمة أنه أوخدناها من بعض ألفاظ الأمات أنه بيحاول يتعرفوا على أولادهم إحنا فيه مشكلة حالية اسمها كورونا لا ننفي هذا لكن فيه مشكلة قديمة إحنا مش واخدين بنا منها إن إحنا عمرنا ما كنا عارفين نقعد مع بعضين إحنا ما نقعدش مع بعض إنت ليه بتبص للموقف أنا هبص للموقف بشكل تاني خالص إن إحنا أول مرة كل واحد بتسأله طعب ما أقولك لا ما أنا لقي وقت أنا وراي الشغل أنا بجيب مش حارف إيه اللي بيجري على رزقه أول مرة هتقدر بنعمة ربنا طعب مع ابنك face to face وهتواجه مشكلة إن إنت ما عندكش ال skill ولا المهارة الفجوة السبنية مخليك إنت بتتعامل بطريقة غلط زائد برضو اللي قلت يا لما اللي هو حتة الكم لا سنة دراسية لازم تكتمل أنا ما احترامي للكونتنت بتاع الوزارة ووقت الدايق اللي إحنا فيه يعني المج ده دلوقتي أنا ما قدرش أجيب كمية إزازة كده روح دلقها في المج مش هيدلدى وبعدين مش مفترض من حياة كلها عبارة عن تدريس إحنا عايزين نقع مع بعض عايزين ناخد نتعلم skills معينة ليها دخل بالدراسة عايزين ناخد معلومات معينة عايزين نكون عواطف معينة إحنا برضو عواطفنا إنت تعرف إن ولادك ممكن يكونوا خدين فكرة إن إنت ما بتحبهمش وإنت بتحبهم من كتر ما إنت ما فيش وقت تتعب معهم فيه طب هنعمل إيه في الوقت ده هو ده اللي إحنا عايزين نتعلمه فلذلك إذا كان فيه معلومات دراسية أنا موافق بس هنحدد أنا رأي مع احترامي الكامل مش لازم كل المعلومات اللي كانت هتتعامل في الترمي ده تتاخد هناخد منها جزء ولأن فيه جزء تاني علي حق فيه برضو فرصتي قعب مع ولادي مش لوقتي الكورونا دي مش فيه practices هو إيه اللي مضيع الدنيا إن إحنا مش عارفين نتمرن أنا باجي أسلم على حاجة بالإيد لسه مش واخد نعطس في كمي مش واخد نفس دي فيه ثقافة سلوكيات كلنا لسه نحاول ناخد عليها الثقافة السلوكية بالضبط طب هنتعلم ده إمتى موضوع حيخد منينا وقت فالسكيلز دي بالإضافة اللي إحنا وإحنا عايزين نقعب مع بعض أشوف أنا إيه المشكلة اللي كانت بيني وبيني ابني مش قادر هو جاء الوقت أهو يا عم إيه ما بيحبكش لي أو شاعر مني إيه زعليه حركة دكتور بتكلم عن العالمي فيها عمري لأنه فيه كتير من الكومنتز جات بتقول إن الصغيرين خلاص أنا مش عارف أفهمهم من دلوقتي فيه خطر برة مش عارف أقناعهم وفيه تين ايجرز أو المراقين الهالي بتتخانق ما تنزلش لأش معنا صحابي نزلوا لأ أنا هنزل بص لأما عندنا تو بلانز يعني إما البلان اللي هي بلان إيه إن أنا كل إيج جروب هشتغل عليها لعبه سبعا قدبه سبعا صاحبه سبعا دوليهم طريقة في الملاعبة والتويز والجيمز وتوصلون من المعلومة بالستوريز والسونجز دول توصلون بالمصاحبة يا عم أنت إيه خارج فين طب بس تعالوا بسرعة دي بلان إيه فيه بلان بي إن إحنا نعمل الكونتكست أو وسط الحوار بتاعنا كلنا بشكل جماعي يعني فرصتنا كأسرة إن إحنا نعمل قعدة ظريفة جدا نجيب فشار نجيب حمص شام نجيب بطاطا نجيب معرفش وممكن نعمل مع بعض ممكن نتعلم حكاية اللي نسلم برجلينا ولا نعمل كل ده على فكرة فاني جدا واللي صغير مع الكبير هيهرج وهتنسلق الكل بيوصل للمعلومة طب أنت عايز تخرج بس بعيدا أنا الطفل ما هتقولوش إيه وروح خارج ويرجع بسرعة يعني ممكن أنا اللي أنا عايز أعمله أنا جاب معاه على فكرة حاجة عاملة زي يعني أولا كونتراكت لازم يكون في كونتراكت عقد عقد ما بيني وما بين ابني خد بالك أنت دخل على مرحلة فلازم يكون في كونتراكت حالي 1-2-3 وأنا هتديك 1-2-3 أنت أنا عارفة أنت عايز تخرج عايز تكلم صحابك عايز مش عارف تلعب إزاي ماشي وأنا برضو عايزك تذاكر كذا وكذا وكذا وعايزك تساعدني في المطبخ في مش عارف إيه ماشي إيه رأيك دي نعملها قدام دي وحطي لك تارجة صغير عشان تقدر تعملها فتحس بالنجاح يبقى أنا استغلت فترة الأجازة دا طلعت حاجة جديدة مش قادر أطلعها في الوقت العادي بالنسبة ناسلة عندها مذاكرة يا دكتور هل نعمل اليوم الدراسي العادي يعني صحيهم في معايد المدرسة مثلا الأطفال بيخلصوا مدرسة الساعة 2 فيخلصوا مذاكرة الساعة 2 وبعد كده نمتدي يومنا ولا نعمل إيه بقى عشان أعلم مذاكرة Objection واعتراض البيت بيت والمدرسة مدرسة طب ومعاديين دلوقتي في البيت تمام تمام قدر الله مش أفعل بالعكس دي أنا بقولك دي فورسطي حكيم الفنان حكيم ليه وغنية ظريفة يقولك باي الحالة إيه البيت له حالة المدرسة حالتها نظام سيستم التزام واجبات توقيتات البيت فيه هزار فيه معلش عشان خطري فيه عواطف معينة ممكن نوصل لحالة وسطية ايه بقى يعني نحط أوكي نعمل جدول برضو أنا عندي جدول والله فيه تاسكس معينة فيه بعض الإعباء الدراسية اللي عايزين نوزم ماشي أنا موافق بس برضو على فكرة أنا بقولك أنا مصمم إن أنا أنتهز فرصة الأجازة اللي جات لي على ربنا نزلها لي كنعمة إن أنا عايز ألعب مع ابني ما بعرفش ألعب مع ابني عايز دوقتي مش الحاجات بقت مفروضة إحنا هناعمل حاجات إلكترونيك أو تعليم عن بعض حلوة قوي فيه عندنا قلنا حاجة كده تلات حاجات حاجة اسمها سكيلز حاجة اسمها معلومة حاجة اسمها عواطف فالسكيلز إحنا مثلا لما ابنك تبقعد معها ويقولك يا بابا حط مش عارف Alt و Delete ويعمل ظلل مش عارف إيه أو يعمل Shift بالنحية اليمين في الماوس هتعمل لك كذا يا بابا ده انت فضيع أنا هنا أولا ديت ثقة في نفسه وأنا على فكرة تعليمت سكيلز ما كنتش عرفها لأنهما سابقلنا في الحاجات دي أو خش يا بابا عشان بإنستجرام تعمل كذا ومش عارف إيه هنا فيه سكيل فيه أتيتود حلوة بدأت تتكون فيه معلومة بتتاخد احنا مش لازم بقى القعدة دي كورا تبقى المعلومة الأكاديمية بس هولياء الأمور بيقولوا إنه ما بقاش فيه الطاقل ده يعني فيه سيدات اللي هي ابتدت تشتغل من المنزل نظراً للعروف الحكومة مشكورة خلتهم يعوضوا في البيت ده حقيقي لأنه ظروف طبعاً اللي احنا فيها تستضعي دلك ولكن إنه الأمهات بتقول طب أنا مش عارف أشتغل لأنه طول وقت عايزين يلعبوا فأنا مش عارف أوازن بين الشغل واللعب فيه كتير ما عندهمش أنا شايفة إنك فيه كتير قوية أمور بقاش عندهم تقل لحضرتك بتقولوا إنه يبقى فيه سكيلز خلينا أنا أعترف برضو لامع كلامك إنه مش كل الناس زي بعض والله إنت هتبقى شاطر والتبقى في تكون عندك سكيل وتقعد مع ابنك أنا برضو عامل قائمة بألعاب عارف ألعابة عرستي عارف ألعابة أفلام عارف أحنا ممكن ندخل الدراسة في اللعب على فكرة وممكن يبقى أنا يعني أنا حاجة في وقت معين هنعمل نقول لو خلصتلي ده في الوقت ده أنا ممكن أن أعمل حاجتي أنت مكلمي برضو على حاجات مثلا منزلية طبيق غسيل معرف إيه إذا كان الـ parent هيعملوا الأمة أو الأب وعندي حاجات متعلقة بشغل الفني بقى إذا كنت أنا موظفة في حتة إذا كنت أنا هعمل أونلاين حاجة عندنا في جامعة إن شمس مثلا في الموظفين المشتغلين في مجال الكمبيوتر مهم حيخلوا كل الدكاترة دلوقتي يشتغلوا أونلاين طب ما ده شغل برضو بس أنا أقدر برضو أقسم وقتي يعني أقدر إن أنا لكن ما تقليش بقى أرجوك الأجازة تتحول إلى وسيلة أخرى لإقناع ابنك إن أنت ما بتحبوش بأن أنت يا حبيبي سيبني خلينا خلص اللي ورا يا أما نتفق أنا وزوجي عشان كي أنا بقول قبل ما نخش الأجازة دي أو إحنا في بداياتها هو الأسبوعين لازم نوعد نحط بلان مع بعض مش هينفع إيه شكل بلان بقى هل بلان وقت ولا بلان ليه علاقة بإيه ده هي بصي لنا ليها علاقة بالوقت جدا ممكن على فكرة يعني مش فتات أنا والأب مش الأب بقعد كمان غالبا يعني لا فيه لسا بينزلوا بقى فيه لسا بينزلوا للظروف معين بس أنا بقى أطالب هنا الأباء رفقا برضو بالأمهات ما مش معقولة برضو الأم شغلة وأجازة هي اللي هتشيل الوقت كله فعلشان كده إحنا بننتهز الفرصة دي بنقول دلوقتي إحنا هنعمل شيء متعلق بالوقت يعني مثلا من الصبح فاطر الصبح دي أنا شايلها تعال شيل انت الظهر مثلا أو تعال نعملها الكونتكس بلان بي اللي احنا كلنا مع بعض مع الولاد على طول أو هنديهم فترة هم يلعبوا مع بعضيهم مثلا تنظيف البيت هنعمل مسابقة هنعمل زي الفندق هنعمل روم سيرفيس أو هنعمل المطبخ مينة هيعمل السرطة الأول هيوسخه الدنيا وهيعمله مش حارف إيه بس أولا هم مبسطين يعود لعبوا في السرطة أنا ممكن روح عمل شغلي وهأمن يعني بقاش فيه سكاكين ولا بقى فيه كده بس خد يبقى لكم هيتعلموا سكيلز وهيبقوا سعداء وهيسيبوك شوية أو ما قال ليه مش بيسيبوك ليه مش بيسيبوك إنت ما عندكش حاجة إنت بتعمل حاجتين يعني إما بتسيبهم كده همايوني يقوموا يعوضوا ينطولك ويجننوك يقوموا يتقول له طب خد ده يلهي شوية صح؟ سوية ما اسألت بقى إنت ما عندكش آيوة يعني قعدوا التليفون دي ده أقتل أعتقدت زيد جدا الفترة اللي جاية ما هو يا جماعة ما أنا بقول إذا أنت ما عندكش توقتي أنا اسألك سؤال لو أنا جيت أنا أولادي قلنا نلعب لعبت نعمل حركات مايون ونقول الشغلانة دي إيه يعني مثلا النجار بتاع العيال هيسيبوا الموبايل ومش هيسيبوا هيسيبوا تمام؟ طب ما أنت غبت لأ أنا أصلا أنا هاعد أضاي طب يعني إنت عشان إنت عليك لود فأنا برجو هنا فرصة الوقت اللي إحنا بيسموه family quality time family موجودة والtime موجود بس الquality مش موجودة ده كل يوم الquality time أول وقت برضو عايزي الحياة المفروض بقى كل يوم وكل أسبوع وكل شهر عظم الأهل ليه ما عندهمش صبر تمام وفيه الولاد دلوقتي الأم اللي ما كانوش عايزين يروحوا التمرين بقوا بيسألوا فين التمرين عندهم طاق فيه طاق بالضبط أنا عايز أقول حاجة خلينا نريلاكس كده ونهدى ونفك ضغطة الكورونا اللي علينا والسترس ده فيه بانيك ربعا فيه بانيك بس أنت أخد بالك الأب والأم شغلتهم إيه أربع شغلانات الحب والحنان الشعور بالأمان يعني أنت لو فيه فعلا هرج ومرج أنت شغلتك ما تحسسهمش يبدأ خالص ولا تسمعهم البوستات ولا الفويس نوتس اللي بتقعد تجيب قلق دي بالعكس أنت مصدر الأمان مش بقولك ما تقولش حاجة لا أقول لكن أنا أصدق أقول إن إحنا عايزين نشيع الأمان في وسطهم من خلال إن إحنا نقعد معاهم نتكلم على الكورونا دي إزاي نتعامل معاها بشكل ضريف جدا نرجيب عروسة ونقدر نلبسها الكمامة أو الماسك نقدر نلبسها الجلوفز نقدر نحط الكاب نقدر نعمل لبس كده ونخليها بشكل فني نمثل مع بعضينا كده الأطفال هتحبنا وفي نفس الوقت إحنا هنوصل المعلومة يعني لذلك أنا مطالب وأنا قاعد في البيت مهام أكاديمية الوزارة عايزها مطلوب مني إن أنا أحميهم من كورونا وأحمي الكبار اللي قاعدين بإن أنا أعلمهم لأن أنا أكد لإبني إن أنا بحبه لأن أنا مش طيق بليش وقت فجاء الوقت أهو مش قادرين نقعد هم بعض هم وهما نفسه مش طيقنا لأن إحنا مش مدربين ما عندناش برضو التعبير الظريف في الحب يعني فعشان كده يعني الأسرة كلمة أسرة لغويا معناها إيه إن إحنا أسرة إحنا أصلا أسرة أسرة زي على وزن فعلة زي جمعة زي فرقة طب تنصح يا دكتور كم ساعة في اليوم للمذكر أو لليوم الدراسي يعني فيه مدرس انترنتشن لأنني عارفة أنه فيه مناهج قد كده مخطوطانهم وكل المواد فعين وحرك رأيك بصي أقول لك حالة برضو هنا يعني أنت أولادك مختلفين فيه عيل ما يعرفش زاكي غيره مامتو لازق فيه وفيه عيل بيقدر يستقل ده أنا قدر نخليه نحط له مثلا نقوله والله أنت كل ساعة ومعمل أو كل نص ساعة حسب فتر التركيز وبرده لأن الأطفال مش زي بعض بالنسبة للي يبقى على الأقل أنا ممكن نعمل حاجة يعني بص يعمل دي على الرسمة دي ودوس على الكمبيوتر يعمل كذا كل ما تحيل مسألة يعمل لي مش عارف إيه هو قاعد جنبي وبيعمل طبعا قد بعض الأمامات تقولي يعني أنا أنا هجيب العقل مني أنا أنا عقعد أعمل ده عشان يقولك ما تقعدش ساعة المشكلة موجودة تقعد تفكر هتعمل إيه الموضوع محتاج نحن نسيب العقل ساعتين يعني نخش قضة تانية ونتفق على حاجة أو واحد مننا يكتب بلان ويعرضها على التانية يقوله إيه رأيك إن إحنا مثلا أنت شطرة في الكمبيوتر فخليك أنت اللي معاهم وعملي مثلا فيلم كده أو جيم وبعدين قولي له نحل مسألة ونتفرج على جيم نحل مسألة أو نخش حتة في جيم يبقى كده حقدر ده اسمه التعليم بقى بالملاعبة فيه طفل محتاج تعليم بالملاعبة وفيه طفل ما فيش مشكلة خالص كل يا حبيب نرجع للكونتراك نرجع للعقد لو خلصتلي الفقرتين دول أو عملتلي الرتن وأنا برضو مش بالكمية هي بالنوعية وكل ما تحسس ابنك إنه قادر ينجز تاسك معين والله يسقط وحتقود لنفسه ومش بكمية المعلومات عشان كده أنا قد إيه استوعب قد إيه استوعب وقوله برافو عليك أنا نفسه يشوفني بقوله وإحنا قاعدين في القاعدة اللي إحنا فيها دي يا سلام على الشطارة لأ ده أنت دكتور بسه بتهيلي حريك تكلم عن ممكن أطفال يعني لأ وممكن مراقين 10 أجرز حوالك أنا عايز أقوم بلقى حريك حريك حال الكومنت اللي جات ع 10 أجرز أو مراقين إنه قد إيه في عند حريك لما تنزلت لأي حتة هتلاقي 10 أجرز معظمهم لأنه وضع إنه الأهلي مش عارفين يسيطروا وفي خناقات بتاعت شمعنا مش عارفة مين نزل نزل وإليده أنا كمان عايز أنزل يعملوا وإيه معاهم يا دكتور أنت ما تقدرش فعلا تقول كلمة لا دايركت واتقدرش تقول كلمة آ دايركت تقدر تعمل وتقدر تقوله دي لو اتفقنا مثلا أنت هتخرج نتفق بس على المدة قد يليزم تقولنا توصلها له إحنا قلنا صاحبه سبعا اللي هما من 14 الواحد وعشرين اللي هي الـ دي لازم ما فيش الـ المصاحبة مش هتصاحب والله ما هتوصل لحاجة فتصاحب إزاي بقى إنك إنت تتخدها بتهريج أنا موافق يا عم ما فيش مشكلة بس اللي بقوله حاجة واحدة بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك لو لقيت ما فيه كتز كتير وحتلاقي زميلاتك دول لابسين ماسك واحدة مش لابسة أنا بقولك خليني إحنا من سريق إيه دولة إنت لو دخل الفيروس في جسمك طب ما إنت مش هتدهر تنزل تاني هو ما تلاقي نفسك بكحه وفي فرش طب ممكن تبقى طريقة فاني بالشكل ده أكيد في مجموعة هتخرج برا البراكتس مش هتقدر تنفز ربنا معنا هنقدر نحاول معهم لكن إنك إنت تتخدش تقول لا أنا قلت كزا لا إنت طبعا كده بتحط نفسك في مواقف صعب جدا ومهدد انه يقولك لا مش هيحصل وساعتها تبقى مش هتوصل لحاجة نصيحة مش هتوصل لحاجة فلذلك سواء أولاد أو بنات يعني أنا ممكن نعمل حوار مصطنع كده مع أماما لا بس يوصل العلقة خلينا أديها فرصة دي بنتوا بتعرف الهيلث هابتس وبتعرف تعمل كزا تقوم الأمي نتقول لي طب خلاص ماشي بلان إحنا احنا بتفقين مع بعض هنعمل السيناريو ده وأصبحنا الشطار فيه بعد شوية من الـ فالوادي هنا بياخد الثقة والابن هو حتى لو عرف أو حاس انها مشتغله بس هو حق التارجي بتاعه لكن إذا ما تقدرش سربط مراهق بحبل وتقول له قعد المدة دي كلها هيبقى صعب منح العملية صعب هو محتاج يتحرر خد بالك لما فيه مسلس مسلس الخطر فضى طاقة وسترس والثلاثة موجودين مسلس الخطر ترهانجل أوف دينجل انت فاضي جدا خلاص ما يش عايز تزا أنا بقول لك يا باب ازاك الوقت ما أنا عايز بقى طب انت هتعمل إيه وانت بتقول لي ما تمسكش الكمبيوتر أو ما تمسكش الموبايل وبعدين عندي طاقة مش حضر أحد كده في البيت وفيه سترس اللي هو الكورونا مسلا فهينا هتحصل مشكلة عشان كده لابد التلاثة تسيطر عليهم الطاقة الطاقة لازم تفرغيها يا سيدي خلي ينزل يخرج بس حط ضوابط خليه روح طبعا فيش تمارين رياضي دلوقتي خلاص نقدر نعمل حاجة زل جيم في البيت ونقفاني يقول لي بابا بيشايل ضمبل زمامة هتهرج تهريج يبا انت مبسوط وهتعمل الرياضة وهتكذبني شوية ممكن زي ما قلتين خش نتعلموا بعض الـ أو ريسيبتل كده يا رأك يا عم تعمل في ترون بوزلنا كم حاجة بس الليل هيب انتريستيج جدا ويحبوك هتك بتعمل حاجات كويس بس دكتور ده تين ايرز عمروها ولا لأ ده مرقين طبعا يعني اعتقد ده همش معهم أكتر بس دكتور الخروج خطر تمام الخروج آه يعني هل زيت سيطر في ده الحوار هو أنصح حال حزاري أيوة حزاري انك انت لأنه هو احنا قلنا نرجع تاني الباسورد سيدنا علي إلا صاحبه سبعا هتقول له أنا بقول أو هو كده خطر جدا ويقول لك لا مش هعمل وارد جدا ساعتها هتبقى في مشكلة وفي غيال لما المشكلة إنه المرهغ زكي بس مش ناضج زكي جدا بس مش ناضج خالص فممكن يستخدم زكاءه في تدمير نفسه عشان يغيزق طب أنا بقى خارج ورق خارج تحت اسمالها تحمد عقبان فعشان كده برضو أنا بقولك استعرض مع يعني فيه كتير جدا منورخين جواهم طاقة سلبية لأنهم حاسين باباهم أرفا منهم أنا عايز برضو هنا فرصة برغم نشوف إحنا قلين في الكورونا ما نحاولش إن نقرب قوي من بعضينا بس جوا الأسرة لو تعلمنا وتحرنا نفسنا وجبنا المطهيرات وتعلمنا زي النظر ما فيش منع فرصة إن أنا حاسس إبني أنا بحبه أحضنه أطبطب عليه يعني مش معنى أمش بقولك خد بالك برضو فيه طريقة وحشة جدا إن بعض الأمهات هم ملتزمين بالكريتيريا بتاعة البيهيور بتاعة زي ما تعملش كورونا وتنقلها ومش واخد باله إن هو بيشعر بدون قصد ابنه إن هو بكرهه بقى حاسبي حاسبي وقد تصدر مع ابن غير التاني بشكل واضح بدون أن يدري الكبير لا 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 ما تقربش ما تقربش وكأنه إنت قرفانا مني ما توصلهاش بالطريقة دي ونقولك حبيبي إحنا كلانا تفق نلبس جروفز كلنا لما تيجي تبسي أنا بحبك يا منت بس أعمل إيه بقى بس الجروفز تقدر تعمل من غير ما تحسس إنها بتكرهني لكن ده مأذق بيقع فيه كثير من البيرانس إن هم آه إنت منحة الكورونا ولستهو عملت كل حاجة بس إنت مش عارف إن إنت العيل طلع من الخبرة دي الأسبوعين دول ولا الأربع أسابيع دول إنه كرهك والأجازة جات على دماغي فدي قطر جدا طب تفريغ الطاقة هنا بقى تبقى سكيلس في البيت دكتور يعني حاجات في البيت طبعا مش إحنا قلنا دلوقتي جزء رياضي مثلا نعمله والله عايزين فن نحنا نلعب سوري يعني كرة شرب نحدي بعض بالبلالين بالمخدات ونهرج حاجة مش خطر هنحب بعض جدا وهنعمل لو لو انت بتكلمين على رياضة معينا لما يعني رياضة وحد مثلا آه رياضة أو مثلا اليوم الدراسي كان من مميزاته إنه في صحاب إنه في حصص ألعاب صحابك تقدر تتصل بهم بالتليفون تقدر تعمله فيديو كولز تقدر تشوفهم لو عندك الفاسيليتي دي نقدر نحكي نسمع حكي لي بقى عن صحبك فلان وصح أنا أقدر أتكلم عن أصحابي دول وممكن نتصل بأهالي الناس دي نحاول إن إحنا كل فترة أخرى الأنتين بتاع ابني أو البنت الأنتيمة بتاع ابنتي نقدر نخليهم يزوروا بعض مرة ما فيش مشكلة لكن ما نقدرش طبعا نمتازج الامتزاج اللي هو كان في الأول في الأيام العادية دكتور عايزة صح لك السؤال ده تنصح بكم ساعة مذاكرة في اليوم لأن منذ المذاكرة قالق كل الأهالي هو الحقيقة إذا كان في طفل أستاذ ألماء إذا كان في طفل والله هو مبدي استعداده إنه ياخد من الساعات الأكثر في المذاكرة وده ما بيأثرش على تواصله الاجتماعي في الأسرة يعني برضو إحنا موفقين ماشي بس لازم فيه وقت تناكل فيه وقت نهزر فيه لكن فيه عيال بقى اللي هم غالبا بيصنفوا ايدي دي أو ايدي اشتروا مناقص التركيز أو سريع الحركة دول دول حبايبي محتاجين تعمل الكاتل تصغير مد ده يعني ممكن لذكر أربع ساعات بس إيه من نص ساعة في نص ساعة ربع ربع ساعة في ربع ساعة يلا نعمل دي يقدر يعمل ده الشاطر فينا اللي عنده طولة البال إنه هو يعمل الفاصل روح يركب العجل ولف لفه وتعليل يلا أكون أنا عملت حاجة يعني فيه واحد ممكن بيشتغل شغله على طول وممكن يقسمه تقسيمه طولة البال بقى يا دكتور خلييني يقوله حضرتك فضال بحد أجيب منين طاقة عشان أبدأ أذاكر حاجات جديدة وأراجع على القديم في حين أن أنا عندي الحرية ماذاكرش وأفضل قاعد طولي اليوم على الموبايل ودي مشكلة أعتقد أنه ده طالب ده طالب مراهق قاعدين إجر ما إحنا هنا أنا أهم يعني معلوش أنا مزلت المصر بختلف شوية إن أنا مصر هنطلع من الليلة دي كلها بأتيتوز جديدة بإن إحنا بنحبك وذاكر اللي ربنا هيقدرك عليه نتفق يعني دوقتي أنا دوقتي أنا جيت قلت بس لازم أحط في دماغي اكتبت أن أنا زي ماشي دوقتي أنت جبتيني تبقى دي كده بص بيني وبينك إيه ده أنا بص وحط له حت أقول له طب خليها كده طب خليها كده نتفق على حجم معين وكل ما صغرتي التارجت كل ما شعر الطفل بتتمكن لأنه هيصغر لما تجيب لك طبق رزة قد كده أقول لك خلصيه ما تخلصيوش وبرده ما بتخلصيوش رز يبقى أنت كده عشعر بالإحباط لو خلصته قبل المعاد وقدرنا نخلص كمية تانية الأب مش مدرس وإحنا أقحمناه في حاجة ولا الأم ده حريك قريت الكوميكس إنه المدرسين يستحقوا ملايين ولا الدولارات اللي هم مستحملين وعارتهم يتعاملوا مع الأطفال بس الحقيقة ده الـ job description بتاعهم يا لما لكن أنا كjob description أنا كأب كتوصيف وظيفي أنا مش شغلتي أذاكر يعني شغلتي أحب أديك الطمأنينة أديك ثقة في نفسك وروح تواخد شوات مذاكرة معهم هعمل إيه ربنا يقدرني أذاكرهم لكن ما تتحولش الآية إلى العكس لو انقلبت نوميس الكون هتحصل مشكلة في التوازن البيئة لو أنا تحولت إلى شخص طوله نرعب بدرس وقليله من الحب والحنان هيحصل اضطراب في الكون طب أنا عايزة حضرتك تنصح أو تقول رسالة للأهالي لأن طبعا حضرتك عارف إنه الأهالي بيفقدوا الصبر وممكن تلاقي فيه صعود وهبوط تحديدا في وقت الدراسة وبنتحول بقى فيه آلة ترهيب يعني خلاص بقى بيفقدوا الصبر فتنصح بإيه بداي دكتور والحقيقة المفروض لا ترهيب ولا ترهيب المفروض إنه إحنا فيه بيننا زي ما قلت الكونتراكت نعمل اتفاق اتفاق مش كونتراكت لازم ورقة يعني يا ممكن إيه حبيب قلبي رأيك لو إنت مش إنت قلتلي عايز نعمل فيلم نعرض فيلم نوصل لفلاشة ونأكل فشار ونطف النور ونعمل هوم سينما إيه رأيكو يا جماعة بس كل واحد هديله تاسك أو حاجة معانة وديله حاجة على قد إيه قدرته وخلي القصة دي في الوقت اللي أنا إيه أكون خلصت أنا كمان شغلي فهنا هنبقى رعينا كل ايج جروب أو كل سن وكل واحد المدة أو الكمية وأنا بقولها هو أنا بقول نصيحة بلاش يا لما من فضلك بلاش أنا آسف بلاش بقى منزل من السماء إننا لازم نخلق كل واحد ملناش دعوة سنة درازها لأ خد جزء منها خد جزء منها أنا بقول لك مع احترامي للوزارة والله وللتعليم بس أنا هاخد جزء من اللي ما يا ريت تدخله بكواليتي حلوة توصله وكثير من الحب تبقى كاسبان لكن أنا طاقة تدخاني على دي وارد جدا الطفل يتحشي بالمعلومات دهية بس يخرج كاره نفسه وقد ينجز في الدرجات بس بعد كده هتطلع طفل مخوخ طفل مشرخ طفل شخصيته وحاسس إن انت ما بتحبوش مع ان انت بتحبو ومضى قطار العمر وانت ما عبرتلوش عن حبك والله أنا ببصر الموضوع يا جماعة لأنه فرصتك اللي انت كنت بدور عليها سنين عشان تقعب مع أولادك شوية تحبوهم وتلعب معاهم انت وظيفتك اللي أبقى أساسا لكن احنا مش رابطين هنجيب كمية معادلات أو كمية لانت عندك أمة شطرة في العرب لكن مش شطرة في الماء خالص من اللي بيذكر الماء فيها بقى الأب مثلا فهنا كل واحد هنديرو الحاجة بتاعتو على قد ما يقدر ونصيحة ما تخافوش منها صغر الكمية اللي هتذكرها خلصها انت هتنبسط وهنبسط بخدش على بعده لكن تقول قدامنا ده هنعمل فيه ايه مش هتخلصوا ولو خلصتوا هتخلصوا بكره والله هتكرهوا بعض لأن ده مش ربنا ما خلقش الناس كده وأي حاجة هتخالف ناموس الكون هتبقى فيها مشكلة فلذلك أنا بقول دلوقتي نتفق نعمل ديل أنا وولادي الصغيرين اللي في الكيجيهات بري كي واللي في الثانوي وانا وفي الثانوي دالي طبالي في الثانوي ازاي ننلزمهم بفكرة المذاكرة بإنه دكتور دكتور السنترز أو للأسف الشديد الأسف الشديد اللي كان بكم فيها دروس الخصوصية ودي اللي كان بيعتمد عليها الطلبة تقفت كلها زي بقى يعني هو ده حتى فحوا السؤال إن أنا بقعد عندي موبايل وعندي نتفلكس وعندي كمبيوتور وعندي إنترنت ومش عارفة ألزم نفسي ذكر ماذي بقى بيكونش فيه سيطارة أهلي قوي فيها في السن ده بتاع السنوية طبع أنا اللي معدت مع ولادي لقيتهم بتفرجوا على اليوتيوب على مدرسين موضوع تحول أونلاين برضو وفي مدرسين تبصي لقى ده وقت بقى تتحول للشفت لليوتيوب وتعمل بقى شغلها وتجيب جاذبية وتجيب رواتب وبعدين ده وقت الإدتينج بتاع الأفلام بيطلع ما سيقولك أسباب كذا تطلع كده زي البوليت واحد اتنين تلات اربعة طبما يدرس دي طريقة المدرس يعني أنا ممكن أقول لبني انت على فكرة التزيبت الرجل ده ده فظيح جدا اللي بيكلم إنجلش ده وعلى فكرة الإنجلش تاع أولادنا تحسن بالبلاي ستيشن وبالجيم ومو سوشيال ميديا ومو سوشيال ميديا طالب نفسه أيو يعني في طالب بقى خلاص محدش بيقوله زيكر اه اه مانا بقوله كده مانا بقوله بقوله أنا مقدرش هلزمك تعال نبص على اليوتيوب قل لي انت اليوتيوب لما نعمل سيرش دوقتي مين المدرسين اللي بيوصلهم هو لازم يحد يدرسهم هو مش في بعض اللي قال بيعرفوا يذكروا نفسهم وفي بعض الستودنس مبيقدرش لازم حد يدرسهم طب حركت وجه برضو أنا عايزك تقول حاجة للطالبة بتاعت سنوي لان هما مفروض بقى بينظموا وقتهم بنفسهم وكان فيه سنترز ما بقاش فيه سنترز وعنده اوبشن ان هو التليفون والموبايل وإزاي يلزم نفسه أنا حبايبي دول عايز يقولهم حاجة بالذات بقى اللي هما في السنوية العامة يعني انت أمام مستقبلك طبعا هما حبايبي يسمعوا كلام ده كتير بس انت شاطر لانه احنا انتو أشتر مننا على فكرة في السوشال ميديا فانتو تقدروا أنا رأيي انه بالإضافة انت بتمل من الورق والمذاكرة واللت والعجن انت شخصية ملولة مثلا لكن انت بتحب تسمع الكلام على اليوتيوب وبتحب تشوف طب ما تدور معايا ندور على ومش بقولك ذاكر كل حاجة أنا هو بقولها لك قد دلوقتي قليلهم مذاكرة مع جزء ان الاستنتاع ما تدمرش نفسك في خلال الشهرين دول او الاسبوعين دول لا افتح بس انا انا واثق وشفت مع ولادي وانتو تقولولي اولا لأ انه في بعض المدرسين الشاطرين حقيقي مش كده واستخدموا السوشال ميديا بطريقة تخليك تفهم قابل المعلومة مش المعلومة فعشان كده انا عايز هم بقى اشتر مني في ده دوروا وقولوا لي هات يا بابا او بص يا بابا احنا لقينا المدرس ده طبعا انا اضمن ان انتو ذكرتو مش اضمن انا مقدرش اقولكو اضمن بس انا ممكن يعني بعدما الدروس او الحاجات اللي انتو تحطولي انتو التايتل بتاعتها اسألكو فيها وشوف كده وانا مش هروح فتحي كده واسألكو لو جاوبتوني بقى انتو عيال بيرفكت وخلاص بقى عملت اللي انا علي ولازم ما اعرفهم ان انا مبسوط انه هم ماتيور او ناضجين على قد الكلام احنا قلنا مصاحبة انت ماتيور انت ناضج جدا انك تصل لدرجة انك ما تضطرينش هنقولك انا مش هكلمك جيب لي باسمين على اليوتيوب الحاجاتي وانا مليش دعو بي انا ليه ايه اسألك في الاخر في الموضوعين اللي انت حددته يبقى انت اكسبت حاجة وفي وسائل زي ما حضرتك ذكرت مختلفة للمذاكرة دلوقت يوتيوب الانترنت بانك المعرفة عند طبعا وزارة التربية والتعليم طلعا في كل المعلومات يعني اه بالضبط غير وسائل المذاكرة يمكن ده يشد اكتر من انك تفتح الكتاب زي ما احنا حضرتك مضطرين ندي محاضراتنا دلوقتي اونلاين وانحنا بنتعلم سكل دي زي حول باور بوينت الى فيديو هو برضو حبيبي بدو اشتر مني فانا هقوله يا حبيبي احنا دلوقتي مش عارفين نتعامل الى اونلاين دكتور شكرا جزيلا على قائد المعنوات مرسيل حضرتك الاستاذ دكتور ايهاب عيد واستاذ الصحة العامة وطب السلوكي في جامعة عين شمس شكرا يا دكتور شاهدين كرام فاصل قصير اكون في انتظار حضراتكم ومن جديد ضيفي الكريم باستاذ عبد الحليمان دي اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام من جديد في المواجهة بلا شك انه مواجهة فيروس كورونا بقت شغل شاغل لكل دول العالم كما هي ايضا مواجهة الدولة المصرية وقضياتها الان بمتشفة فيه المستقية اختارت مصر التعامل مع الفيروس منذ لحظات الاولى باشادة حتى من المنظمات الدولية وعلى رأسه منظمة الصحة العالمية بتحركنا للوقاية من الفيروس طبيا لكن وسط هذا كانت اعين الدول وعية بضرورة حماية الصناعة الوطنية تحديدا طبعا للدولة المصرية من تدعيات الفيروس تخفيض الكهرباء او اسعار الكهرباء للمصانع ده الى جانب طبعا تكاتف واضح بين مختلف اجهزة دولة للوقاية من الفيروس وتعامل اعتقد انه يعني يشيد به او تشيد به الكثير من المنظمات العالمية يتعامل مع الحماية واحتواء فيروس كورونا المستجد طبعا ده الى جانب قراءة فيه اخر التطورات العربية والدولية نتطارق اليها بالنقاش مع ضيف الكريم استاذ عبد حليم انديل الكاتب الصحفي الكبير استاذ انديل اهلا بحضر اهلا بحضر اهلا بحضر انا متأكدة انه يمكن زمايلي سألوا حضرتك السؤال ده في لقاءات اخرى ولكن ايه رأي حضرتك في تعامل الدولة المصرية مع الفيروس انا حب اسمع يعني هي الازمة طبعا ليست ازمة مصرية ذاتية هي ازمة عالمية هل هناك خطر حقيقي نعم هناك خطر حقيقي من فيروس كورونا المشتجد لانه يجب ان اخذ في الاعتبار انه فيروس كورونا يعني سلسلة من الفيروسات سبق ان تم اكتشاف بعضها وايجاد لقاحات له فده الفيروس يعني ده اخر طبعة اذا اجاز التعبير يعني الفيروس بيتحور من وجوده في الهوست او المشتظيف سواء كان حيوان او انسان وتظهر اشكال جديدة باستمرار فمن هنا هو جديد وقديم في ذات الوقت اتنين انه في خطر حقيقي نعم في خطر حقيقي ايه حدود هذا الخطر حدود هذا الخطر واضحة جدا في انه لو قلنا مثلا ان الانفلونزا العادية او الانفلونزا الموسمية نسبة الوفيات فيها فيه تسعة افراد من كل الف فرد مصاب فاحنا بصدد حالة اللي هي الكورونا المشتجد يموت فيها اربعة وثلاثين فردا من كل الف مصاب فهذا هي حدود الخطر وحدود الخطر بحسب يعني ما يمكن ان يوثق به متعلقة بسرعة تدهور حالة الرئتين او حتى في بعض الحالات امور تتعلق بالفشل الكلوي او غير وايضا حدود الخطر كما هو واضح من الاحصاءات لان عندنا اعداد هائلة في العالم الان اصيبت في عيينة كبيرة جدا فقط المتين الف متجهة اكتر لكبار السن يعني فوق الثمانين او فوق السابعين او كذا ثم يقل الخطر كلما نزلنا الى اعمار اصغر ووصولا الى الاطفال يعني الخطر ولماذا كبار السن كبار السن مسألة متعلقة بحدود المناعة مسألة متعلقة ايضا بوجود امراض مزمنة اخرى بتعجل بالنهان النقطة التي اريد اركز عليها انها عاوزة فرق بين الرعب وطبعا هذا الرعب لا يمكن تجنبه لانه العالم بيمتاز في هذه اللحظة بوسائل اتصال سريعة حولت العالم كما قلنا يعني من 20 سنة الى قرية صغيرة والى ورفة صغيرة والمسائل في النهاية في اجواء الخطر كمان بتخلق بيئة خصبة لانشاء الاشعاعات نعم والتحول كل فرد الى عالم وخبير وصحفي وطبيب ومعالج والى اخره حيات دكتور انا بقول الاشعاعات اصبحت اخطر من الفيروس في الخطر التي تحديدا في داخل مصر لا يمكن تجنبها انه في بيئة الخطر اضافة لفكرة قبائل غرض مرض اللي هي بتعمل يعني تنهج نهج الاشعاعات طول الوقت الاهداف سياسية او غير سياسية في ايضا هناك الاشخاص الطبيعيون اللي في ظل الرعب وفي ظل الفرق اللي لازم تخلفه بعض الاجراءات منهو عدوا في البيوت فلازم يعملوا حاجة ففي النهاية بتدخل بيئة خصبة جدا جدا مثالية لترداد الاشعاعات الموت قادم الموت قادم الموت قادم الى اخر نعم فهنا ده لا يمكن تجنب ولا يمكن تجنب الرد عليه في ذات الوقت خاصة ان الظاهرة ده طبع كوني الان بعد ف ما بين الرعب من جهة وما بين الاهمال من جهة اخرى في مش عاوز اقول خانة وسطى في مساحة للاتزان اللي هي الثقة في طبيعة الاجراءات المنفذة ماذا الثقة اتنين الثقة المجتمدة ايضا من ثقافتنا الزاتية المرتكزة لأسس الدينية والتي يحدها حدان نعم حد بيقول لا تركوا انفسكم بانفسكم الى التهلكة وحد اخر بيقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لان وانه المستيدركم ولا كنتم في بروج مشيد فهي هذا هو الحد المعقول المستمد من يعني فكرة ان انت تعقلها وتتوكل مش سيبها على البهلية مش تتوكل بس او مش تتوكل بس نعم تعقلها نعم يعني تعمل اجراءات النظافة الشخصية والتعقيم والتطهير وتتوكل وهنا الاجراءات الدولة المصرية انا اعتقد انها لم تتأخر كثيرا حتى لو كانت هناك ملاحظة انها كان يجب ان تكون قبل ذلك هي لم تتأخر كثيرا وبحسب ما يفهم المراقب ما قبل اجراءات غلق المدارس والجماعات والى اخره في اواسط مارس الجاري كان هناك مرحلة اولى او السيناريو الاول اللي هو السيناريو زي طبع انتقائي بحسب ظهور حالات اماكن معين احنا دخلنا في المرحلة التانية و السيناريو الثاني المطبقة فيه الاجراءات المعروفة يعرفها كل المشاهدين والمشاهدات الان لكن هل سننتقل الى السيناريو الثالث انا اعتقد ان السيناريو الثالث معلق بمدى انتشار الحالات يعني او خروجها بالاحرى من خانة المئات الى خانة الان Heath يعني هذا ما اتصال اسيناريو الثالث السيناريو الثالث طبعا يمكن أن تتخذ فيه إجراءات أشد بالنوع الحجر والعزل ومنع المدارس وربما منع المستمع طبعا ممكن وارد جدا ولو إني أعتقد أنه في حدود قراءة الأرقام المعلنة أنا ألحظ التالي بس طبعا هذا ليس رأيا نهائية لأنه هذا أمر يتعلق بالتوسع في الاكتشاف والتوسع في الاكتشاف نصحت حتى أو لا أقول نصحت طلبت أن يجري مسح عمدي مسبق ليس مجتبطا بالحالات المخالطين فقط بصورة جورافية متوازنة وبعندنا شب وضوح دلوقتي في الخرائط حول المحافظات والأماكن وأشباه البؤر وبالذات في قطاع السياحة أو العاملين بالسياحة فإحنا بعض الإجراءات تتم في التعقيم والتطهير ومعاونة قوات الجيش وإلى آخره وهي أكثر انضبطا طبعا كما هو معروف وبالمناسبة العالم كله يستعين بقوات الجيش نعم أمريكا تستعين بقوات الجيش فهنا النقطة المهمة أن أنا ألحظ مثلا أنه في الأيام الأخيرة بحسب المعلم رسميا أنه إحنا كنا 59 ثم 86 حالة ثم 126 حالة يعني زيادة 40 ثم بعد بقفزنا إلى 166 حالة ثم بعد ذلك كلمنا عن 196 حالة وبنكلم النهاردة عن 210 حالات شوفي الزيادة لو أخذنا آخر ثلاث أرقام في زيادة 40 من 126 ل 196 ثم من 166 ل 196 30 حالة العدد أقل ثم بعد ذلك إحنا بنتكلم عن 14 حالة ده يعني في معدل طبعا هذا ليس رأيا نهائيا لماذا؟ يعني مع تحفظ يعني ده مراقبة للي بيحصل بشكل يومي مراقبة للي بيحصل بشكل يومي إلى الآن إنه في منحنى نازل نعم ده في العالم كله تمامي يا سيد عنديل إلا أوروبا طبعا في زيادة عدد الإصابات وبعدين ما فيش انفجار في زيادة الحالة يعني شبه انفجار محسوس فقط حين قفزت الأرقام من 86 إلى 126 كان هذا أول مؤشر مقلق نعم لكن إذا صح إنه هذا هذا هو الوضع الآن في مصر فأنا أتوقع مجازفا إنه يعني إننا لا نصل أبدا للحد الخطر اللي هو متعلق بالألف حالة هنا البيئة الخصبة للإشاعات أيضا جرائد يفترض إنها محترمة أو وسائل العالم يفترض إنها محترمة بتقع في الخطأ بقصد أو بغير قصد كحالة الجارديان أو مراسل طب من حالتك ذكرت الجارديان أنا كنت أقلل هذه النقطة ولكن يعني إيه اللي حصل نحن نتكلم إنه الجارديان فيه تقرير فجل حيبتكلم عن 19 ألف حالة في حين إنه فيه منظمات العالمية منظمة الصحة العالمية بتابع مع الدولة المصرية بشكل يومي وبتطلع تقارير عن المسؤولين المصرين دي بتعتبر أجادة ولا بتعتبر أخطاء مهنية الطبيب الكاندي نفسه فك هذا اللقص نعم يعني قناة الجزيرة وهي قناة طبعا في إطار الإعلام المعادي لمصر خاصة الجزيرة مباشر جزيرة مباشر مباشر تحويط لجزيرة مباشر هي الشغل كله ما شاء الله العالم كله بالنسبالها في حدود الدولة نعم المصرية نعم جزيرة مباشر الحقيقة أقدمت على غلطة الشاطر يعني هي طبعا رواجت من البداية لما نشرته الجارديان إنه الحالات في مصر ممكن تبقى 19 ألف حالة طبعا الفجوة الكبرى بين 19 ألف ورخم الموجود أصار قدرا هائلا من القلق والبلبلة طيب حاولت أن تقفز في عملها المهني بأنها تروح للمصدر الأصلي مش الجارديان الموراء الجارديان دكتور إيزاك اللي هو أستاذ الأمراض المعدية في جامعة تورونتو بكندا طبعا لا أريد أنا أتطرق يعني أتطرق لفكرة إيزاك الإسم وإحاقاته الدينية واضحة يعني جدا وطبعا نحن لا نفرق بين أحد من رسله فلكن ما علينا ماذا قال الدكتور إيزاك في لقاء قناة الجزيرة بالأمس في برنامج اسمه هاشتاج على الجزيرة مباشر إذا كان من أحد مهتم هنا في مصر متتابع هذا برنامج ضرب قضية لمصداقية الجارديون أو الجارديون نعم الجارديون طبعا مصداقيتها مش كفة أمرها لسبب بسيط إنه معروف إن عدد من الصحف البريطانية من الجارديون للإندبينتن للغيرها في ظل أوضاع السيئة للصحفة الورقية عموما استعانت برؤوس أموال خليجية سواء من قطر أو من المعادن إلى قطر وتمويل بيعمل أجاند طبعا يا جزيز أنديك يعني الصحف البريطانية فيها حالات كثيرة جدا اللي استعانت برؤوس أموال خليجية نعم ومعروف إن الجارديون تستند إلى دعم قطري قطري نعم لكن الجارديون كمان مفترض إنها جريدة بتلتزم بالتقاليد المهنية وهي ميلها عموما ما بين تصنيف الصحف البريطانية ميل إلى اليسار يعني معروف إنها ما فيش لحزاب لا تصدر صحفا في بريطانيا لكن فيه اتجاهات تريندز كده للصحف فالجارديون نشرت إنه الدراسة اللي قام بها دكتور إيزاك ومساعديه انتهت لإنه مصر يمكن يبقى فيها 19 ألف حالة ماذا خلق إيزاك في الحوار مع قناة الجزيرة بالأمس قال هذا كاذب كامل ما قلناه في الدراسة إنه إحنا اختلفنا وقلنا إنه هناك تقديرات أخرى من خارجنا يمكن أن تصل بحالة الإصابات في مصر إلى 19 ألفا لكن نحن رفضنا هذا التقدير وقلنا أنه تقدير غير علمي هذا نص كلامه ووقفنا بالتقدير في الدراسة عند 6 ألف حالة فأولا إيزاك قال أنا ما قلتش خارجنا نفل 17 ألف حالة أصلا أصلا ونزل لرقم آخر لحظة أن الرقم الجديد الذي نزل إليه والذي قال أنه وارد في الدراسة 6 ألف وهو أيضا تقديري وهو أيضا هذا استأني وهذا التقدير كيف وصل إليه دكتور إيزاك ومعاونيه كيف وصل إليه إيزاك ومعاونيه وصل إليه بتخمينات تتعلق بحركة الطيران وأعداد المسافرين إلى مصر والأعداد التي تباين مصابة منها وإمكانات الاختلاط بالحالات وهو قال أيضا أن هذا تقدير تخميني يعني يعني ناس عاديين بورا البلد مسكين وراء وقالم بيعملوا أرطان لسه مشتندا إلى لأنه سألته المزيعة وكان هدى اقتغلطت الشاطر طيب لو كان العدد 6 ألف هو فين عدد حالات الموت لأنه معروف أنه فيه معدل وفاة كذا وهذه لا يمكن إخفاءه فقال ببساطة تطرق إلى شيء آخر تماما قال مصر محزوزة في حالات الإصابة بالفيروس كورونا لماذا محزوزة؟ لاحظي هذا يثبت أكتر الاستناده الإحصائي ليس أي شيء آخر قال أن مصر محزوزة لأن تركبها السكاني هي مجتمع شاب أقل من 25 سنة في نصف السكان ومعروف أن المرض لا يؤثر إلا على ذوي الأعمار المتقدمة فمصر لن يصيبها ضرر وممكن أوي أي رقم لا ينتهي إلى النسبة العالمية الآن أو نسبة صينية بدرجة غداق للتنظر حولها 3% من المصابين هنا أفتح قوسين وأقول أن الأرقام الرسمية جزء كبير من مصداقياتها حالات الوفيات نعم يعني أنت بتكلم عن 210 أو بتكلم عن 6 أو من 6 إلى 7 وفيات هو نفس المعدل الصيني اللي هو 3% كل مين يعني المعدل واحد في كل الوقت يعني المسألة فيها التنظر أثنين هو أنا الدراسة دي مش محكمة لم تنشر في دورية علمية ده أنا نشرتها ونشرت النتائجها كوزء من التحذير الدولي من الكورونا على نتائجها على وسائل التواصل الاجتماعي ليوتيوب وغيرها أو نتائجها أو استخلاصاتها متعلقة بالستة ألاف لحظة مش بالتسعتاشر ألف على تويتر وغيرها فهنا حاولت الجزيرة جره إلى الإجراءات تب ينفع عن الحكومة المصرية هل أنت تسمع؟ قال أنا أثق في إحصاءات الحكومة المصرية وانا أحب مصر ومصر بلد عظيم واندفع في قصيدة مليح وغزل وحب لمصر وللمصريين وقال لها أنا لا أتدخل في أمور سياسية وليست لي أي علاقة سألته عن جاردين قال أنا غير مسؤول عن أخطاء الجاردين أنا غير مسؤول عن أخطاء الجاردين ثم أحب أن يعطي لنفسه حق الدفاع أخير بأنه قال أنه أجرى مثل هذه الإحصاءات أو التقديرات على دول أخرى بينها إيطاليا وإيران ودول أخرى بتقدير وأرقام أكبر من الحقيقة بتقدير وأرقام فهنا الفكرة الأساسية لسنا بصدر دراسة علمية نعم نحن بصدر رأي صدر عن شخص مختص رأي مجرد رأي يعني لا يستند إلى أساسات واضحة سوى تقديرات معممة عن أعداد المسافرين وأعداد السياح يعني هي حزبة هو بالشينة ومع الجوش المعلمات لماذا أقول مثل هذا التفاصيل نعم لأنه لا يكفي فقط في مواجهة يعني أشياء من هذا النوع إشاعات من هذا النوع حتى لو كتبتها أو نشرتها صحف يفترض أنها رصينة لا يكفي فقط نحن نقول أنه أنتو بتعملوا شائعات وأنه أنتو بتعملوا وكذا فأنا إذا كانت هيئة الاستعلامات قد طلبت من الجاردين أن تنشر اعتذارة نعم أنا أطلب هيئة الاستعلامات بأن تنكر نص حديث دكتور إزاك في القناة الجديرة في هذا اللقاء وهي قادرة على ترجمته أصلا وأشاد أيضا ضمن ما أشاد بإشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات المصرية يعني أنا هنا إزاك قدم شهادة المصر أكتر من أنه شهادة للدولة لصالح الدولة المصرية فهنا أنا أنصح حقيقة الاستعلامات والصديق العزيز دياء رشوان بترجمة هذا الحوار اتنين فكرة سواء طبعا مراسل نوركي تايمز اللي عمله اللي هو خد إنزار هو نشر الفرية التسعة تشر ألف على تويتر تحديدا يعني هذه الفرية فقط ليست مجهة ضد مصر هي مجهة ضد إزاك إزاك كان يقول أن هناك أنه فيه آخرين آخرون قدروا الأمر ونشر ألف أنا أرى أن هذا تقدير غير علمي وليس له أساس الجديد أنه إحنا بنقول أن تقديرات إزاك نفسه لأنها تخمينات وإحصاءات ليست مستمدة إلى أساسها وموقعها الإلكتروني إن كانت تتحرى الحقيقة والمهنية إنها تنشر على الأقل على موقعها الإلكتروني نص المقابلة مترجمة إلى إنجليز يعني ده التصور فكرة سحب اعتماد مراسلة الجاردين وغيرها أنا أعتقد أنه هذه سقطة للجاردين هي اخترعت رقم 19 ألف ونسبته لرجل أنكره ثم بعد ذلك هي تصورت أن هذه هي الحقيقة بينما حتى الستة ألاف لم يستمسك بها هو إزاك دكتور أو من قائم على هذه التقوير فوق طبعا ما هو معلوم وما قالته المحاورة ذات نفسها محاورة الجزيرة المزيعة إنه دي مش دراسة علمية يعني غير محكمة وغير ده رأي صدر عن طبيب مختص ليس أتطرق فهنا الفكرة الأساسية في إنه نحاول نصل إلى ما تتطور إليه الأمور أنا أعتقد كما طرحت من قبل إنه نحتاج إلى مسح مقصود وليس فقط بتتبع طرف الخيط اللي اسمه الحالات المخالطة مسح مقصود في توازن جغرافي وتوازن قطاعي اللي كي نصل إلى الإجراءات حنيك ذكرت هذه الفكرة طب عايزة أتطرق محضرتك يمكن من ضمن القرارات أو من ضمن الخطوات اللي بتأخذها دولة مصرية دلوقتي خط سعر الغاز الطبيعي والكهرباء في محاولة طبعا دعم مهم لقطاع الصناعة بنحاول هنا إن إحنا يمكن نتغلب على تدعيات الاقتصادية للفيروس اللي في العالم كله ومش في الداخل المصري بس الخطوات الاقتصادية والتعامل في دعم قطاع الصناعة وإزاي نقدر نستغل هذه الفترة لدعم هذا القطاع إذا كان من إحنا بنمنع مثلا بتصدير بعض المنتجات المحلية زي الكمامات أو الكحول اللي بيتم استخدامه طبعا للتطهير رأي حضرتك إيه في محاولة استغلال هذا الوقت؟ يعني أنا رأي بصفة عامة إنه في الظروف المصرية الخطة الموضوع خطة تتسم بالتكامل بتخصيص المية مليار جنيه بدأ رقم من مفاجأة لكاتيرين هذا رقم لو ترجمناها إلى الدولار هو يعني أقرب إلى سبعة مليارات دولار وهذا مالبلاك كبير جداً لم تخصيصه حتى دول كبرى في مواجهة الأزمة أزمة الفيروس كورونا اتنين إنه فكرة إنه إجراءات العلاج والاكتشاف وتقديم فكرة الصحة على فكرة النشاط الاقتصادي وقبول ضرر في النشاط الاقتصادي وخسارة في النشاط الاقتصادي مقابل تقديم أو لو صحة المواطنين هذا يعني عنصر امتياز قيني سلكته كثير من الدول المصر بينها ثلاثة إنه مراعاة الأثار الطبيعية على الاقتصاد من جراء توقف الحركة في الدنيا كلها ومحاولة تقليل التقليل إلى أدنى حد من هذه الخسائر سلكتها الدولة المصرية عبر مسالك عديدة جداً طبعاً من بينها فكرة خفض أسعار الغاز والكهرباء والمصانع من بينها فكرة التوقف عن تحصيل بعض الضرائب من بعض القطاعات منها قرارات البنك المركز المتعلقة بمنح أجل ستة شهور يتوقف فيه عن تسديد القروض وبدون فوائد محاسف الفوائد منها التقدم بأنه زو الفوائد المتركمة فكرة الغاء الفوائد المتركمة مقابل تعهدات معقولة بالسداد أو تقديم يعني مجمل هذه الإجراءات يقصد بها أن يظل نشاط الاقتصادي عند حدود خسائر أقل من المتوقف طب ممكن البعض يفكر أستاذ أنديل أنه بيضع عبء على الاقتصاد المصري بهذا التوقيت وبيضع عبء على العالم كله بس الاقتصاد المصري دلوقتي رأيك إيه؟ لا أنا أظن أنه قد تتأثر عموما في هذه السنة يعني أنا أعتقد الاقتصادات الناهضة أو القابلة للنهوض مثل هذه الكبوات تؤثر فيها بصورة موقوطة ثم تعقبها قفزة أضرب مثالا الصين حين ضربت المثال الأعظم طبعا في مواجهة الوباء الآن آخر خبر من الصين أنه 90% من المصانع التي توقفت ودي نصف الصناعة الصينية وما أدركي بالصناعة الصينية يعني هذا عالم عادت إلى الانتاج بكامل طاقت وأمر طبيعي جدا أن تكسب ليه؟ لأنه بعد هذا الانكماش في الحركة الدولية ستزداد حاجة السوق إلى البضائع والسلع والمنتجات من جراء العطش تعطيش اللي جرى في سوق فهذا كلام فمن هنا في خضاع بصر في أنه إحنا أن سنتنا المالية بتنتهي في 30 يونيو قد يظهر تظهر مثل هذه الأثار في السنة المالية الحالية في نزول معدل نمو قليلا أو أشياء من هذا القبيل لكن سنتعقبها قفزة من هنا هذه الإجراءات ليست فقط متعلقة بامتصاص أكبر قدر من الخسائر لكن بتأهيل المنشآت المصرية لقبض الحق لحظة أيضا أنه في إقاف لحركة الأفراد حركة الطيران حركة كذا حركة كذا لكن كمان حركة البضائع مستمرة قد تكون مستمرة بواترة أقل لكن كمان أنا أتوقع بدون أن أدعي علما دقيقا بأن الحركة عبر البحر سوف تكون أوسع بما تعني أنه منشآت مصرية كقناة السويس والعبور فيها سوف قابلة لزيادة أرقامها رغم الأزمة أيضا اتجاهات عموما للسير في قناة السويس فهي كمان أيضا في أثار إيجابية لأنه مع كورونا وما قبل كورونا بسبب امتناع الصين عن استراض البترول ومع ما حدث من خلاف بين روسيا من جهة وبين أوبك حوالين تخفيض الإنتاج للحفاظ على أسعار البترول وانبضرة السعودية لزيادة الإنتاج نازلت أسعار البترول طبعا هذا يؤثر في البيئة المصرية تأثيرا حاسما لأنه الشكاوى من زيادة أسعار مواد الطاقة كهرباء زي البنزين زي غيره ومشتقاته وسوف تنزل لكل تأكيد مع المراجعة ربع السنوية التي تجري في مصر الأسعار أيضا الحكومة دعمت ده باستعداد أكبر وبشهية أكبر للنظر في مستويات أجور الموظفي العموم سواء كانوا من الموظفين الذين تنطبق عليهم قانون خدمة المدنية أو خارج قانون الخدمة المدنية بالعلاوات الدورية فيه عموما فكرة تخصيص هذا المبلغ الضخم بالمعايير المصرية سوف تساعد على جبر كسور كسر من القطاعات قطاع التصدير في مليار دولار مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين فمن هنا ليس لننظر في اتجاه واحد بأنه بما أن الأزمة ده تنطبق عليها خسائر يعني تؤدي إلى خسائر ليس بالضرورة أن تقعد لاقتصاد المصري لكن يمكن أن توهله بطاقة عمل أكبر الذي أريد أن أشير إليه أيضاً أنه هناك تحرك ملموس أكثر من الظروف العادية في مواجهة الجشعة يعني طبعاً مع حالات الرعب والخوف والاندفاع إلى اقتناء سلع وكذا كأنه يوم القيامة مخبل والتخزين لكن هنا أيضاً أريد أن ألفت مثلاً أن الجيش من خلال بعض منشآته لطبع المادنة زي محطات البنزين أو إرهم وفر كثير جداً من المطهرات والمعاقمات والمواد اللي عليها ضغط بأسعار أقل أو بأسعار شب مجانية هذا يعني أنا أعتقد أنه ما يميزنا هذه المرة ما يميز أداء الدولة المصرية كما كان ظاهراً في أزمة منخفض التنين أنه لا نستطيع التحدث عن انقلاب كامل في أداء الدولة المصرية لكن نستطيع التحدث بالثقة عن أداء أفضل للدولة المصرية أو بالثقة عن شد عصب للدولة المصرية التي كانت تبدو متراخلة جداً هل هناك خسائر؟ طبعاً في خسائر الأعصار حوالي قدرات الأقومة بحوالي 500 مليون جنيه لكن كمان أبدت استعداداً أكبر لتغطية وجبرة هذه الكزور سواء في شبكة الطرق أو في بعض المناطق التي تبررت أكثر وطبعاً من الملاحظ وهذا أمر ذكره الكثيرون وعيد التأكيد عليه أنه كمان الكوارث بتكشف الحقائق يعني الذي يراقب مثلاً أزمة الأمطار الغزيرة الأخيرة سوف يلحظ أن القاهرة الجديدة التجمع الخامس كانت الأكثر تأثراً وهذه ليست أول مرة ده على طول إيه أكثر تأثراً؟ وهذا التجمع الخامس أنشف التسعينات أيام نعم بنية جديدة الفساد على البهلي نعم فتحول إلى موش بالحياة العشوائي في مقابل مثلاً العاصمة الإدارية الجديدة من جهة أخرى التي لم تتأثر التي بدت الإنشاءات يعني مدقق فيها وبنية تحتها ومتوفرة فيها المواصفات وحتى في مقابل البنى القديمة اللي هي الحياء القديمة اللي بنيتها الأساسية بعضها معمول من 150 سنة نعم فهنا أيضاً الحياة ده شهادة السماء أو شهادة أمطار السماء على إمتى في مصر توحش الفساد في هذا البلد وتمكنا منها اللي حياء الجديدة مبينة ده وأقعدها نعم بالعينة بينا بالمطر بنداء المطر بعيداً عن كل المزايدات الرخيصة يعني نعم خليناً تحول مع حضرتك لملف آخر أستاذ أنديل طب نقطة أخيرة في كورونا من قراءات حضرتك بقى لأن إحنا شايفين أنه في أمريكا دلوقتي بتعمل تجارب سريرية للفاكسين أو للقاح وفيه الصين وألمانيا وفيه تقارير بتقول خريف وأمريكا قالت على أغسطس الجاي هيتم فيه الحل أو الفاكسين أو اللقاح أو العلاجة لفايروس كورونا من قراءات حضرتك الأقرب أستاذا لما أنا طبعاً أشرت لقراءتي من قبل لكن لا بأس أن أعدي التأكيد عليها مالش الممكن للزميلية أستاذ أنديل بأرقام حديثة نعم أنا قلت يعني عندنا قول مأثور أحياناً البعض ينسيبه وهذا ليس صحيحاً إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام طلب الحكمة ولوف الصين هذا القول لم ينطبق في عصر قدر ما ينطبق الله نعم لأنه فقط يعني بقى فيه اعتراف دولي بأن الصين يعني دعكي من نظرية المؤامرات وفيه اتهمات متبادلة بين الصين وأمريكا الآن من صنع الفايروس لكن بالمؤامرات صنع الفايروس أو هو تحور طبيعي تاريخي يعني انهال كارثة وقعت وقعت في الصين ثم وقعت في أوروبا ثم تقع في أمريكا الآن من غير تفاصيل الصين هي التجربة الرائدة بلاش أقول الرائدة المزهلة في المقاومة ايه موارد هذا موارد هذه الرياضة واضح احنا بصدد دولة مركزية شريط الانضباط بصدد مواطنين منضبطين بصدد تطور تكنولوجي مزهل نعم لم يعرفوا العالم لم يعرفوا العالم هي مباراة كمان استعراض عظمة كيف ماذا تفعل في استعراض العظمة ده لك أن تتخيلي مثلا أنه أنه مدن بكاملها قد جرى تعقيمها مش أنه واحد هيطلع دور دور وبتاع وكلام من ده في روبوتات يعني إنسان آلي بيعمل تعقيم للطرق ولنطحات السحاب وبيقابل الناس يكتشف إصابتهم بالفيروس في الشارع يعني يعني مش بيعمل وفيه أجهزة زود بها رجال الشرطة عشان يعرفوا مين المصاب ومين غير المصاب وفيه ما يسمونه البيج داتا يعني اللي هي المعلومات المجمعة كل مواطن صين مركزيا حالته الصحية وتاريخ حياته وحالته دلوقتي وهو قاعد فين دلوقتي يعني فمش دائما مش هتاعد الشرطة تطارد أفراد عشان تشوف هم التزموا بالحجر التطوعي أو العزل التطوعي ولا لا فيه حالة من الآلة المنضبطة المتقدمة المتطورة تكنولوجيا بصورة مزهلة فيه عرض قومي عرض عالمة قدمته الصين طب ولذلك هذا العرض سوف تكون له أثار الاقتصادية نعم لحظة عولامتين انتصلت الصين في العولامة الاقتصادية بدأتها أمريكا من عقود نعم وعودت أمرك العالم وعودت تحول كله لسوق وكذا وأنشأت المنظماتها وقوانينها وكذا لكن لما المباراة بدأت ودخلت الصين على الخط من اللي قال يعني بالتعبير الشعبي جاي خرج من اللعبة أمريكا طلعت رامب قال أنا عاوز أعمل حواجز جمهوركية أنا عاوز أعمل كذا أنا عاوز أعمل كذا أنا عاوز أعمل كذا هو اللي قال مش لاعب يعني أستاذ مش لاعب في الفيروس أيضا حققت الصين نصرا بالضربة القاضية نعم كمان آخر تطور عملية الصين إنها أتاحك للعموم بروتوكول علاج من خلال خبرة للبشرية آآ كلها في سباق اللقاحات والفاكسينات أيضا هناك سباق بين أمريكا اللي على السان ترامب أرادة الاستنجاد بالخبرة الألمانية وشراء آآ آآ يعني تجاربها في محاولة إنشاء لقاح يشتريها لأمريكا خصيصا فالفرق حتى في السلوك الدولي وقواعده الإخلاقية وتطوراته تكنولوجيا مختلفة مين اللي بيراح لإيطاليا الآن عشان يحاول ينقذها الصين ذهبت لإيطاليا نعم بالفوق يعني فأنت في النهاية عندك تجربة نعم كاملة الأوصاف نعم هزمت فيها الصين القطب الآخر أمريكا لمرتين مرة في عولامة الاقتصاد ومرة في عولامة الأوباء فهنا التطور لماذا دعوت للاهتداء بتجربة الصين حتى طبعا ليس بوسع مصر ولا حتى بوسع أمريكا أن تقلد الصين فيما فعلته يعني ليس بوسع أي دولة في العالم بوسعها أن تستفيد بدرجة أو بأخرى لأنه الكارثة كشفت عن تفوق مذهل للصين لأنه من الأشياء الرائجة الخاطئة أيضا أنه إجمالي ناتج القومي الأمريكا رقم واحد في العالم وإجمالي ناتج القومي الصيني رقم اثنين في العالم 21 تريليون دولار لأمريكا و15 أو 16 مليار دولار للصين هذا قياس خادع لأن القياس الحقيقي بتعادل القوى الشرائية يعني الدولار الواحد بيشتري قدية في الصين والدولار الواحد بيشتري قدية في أمريكا بتعادل القوى الشرائية الصين تخطط أمريكا اقتصاديا من سنوات وهي رقم واحد فالحقيقة لماذا هكذا أمر يسعدنا؟ لأنه أخيرا أخيرا في المباراة الدولية وبعد خمسة قرون من غياب الشرق بيثبت أن الشمس تأتي من الشرق والإلهام أيضا يأتي من الشرق نتحول الملف الليبي ويمكن معلومات أن حكومة السرق تتوسع فيه تجميد مرتزقة بالاتجاه إلى الأفارقة العملية بتقام تحت رعاية حكومة الوفاق بطرق رسمية عبر المطارات الليبية وعلى متن الطائرات دي كانت حتى تصيحات من المسماري في لقاء من لقاءاته إلى أي مدى هذا الأمر قطير وهل يعني فيه قراءات أو فيه بيانات أستاذا نديل بتشير لأنه بعد ما كان مرتزقة من السوريين وكان فيه بعض منتام تجنيدهم أترجحنا نتكلم عن مرتزقة أفارقة على رغم أنه كان فيه تواجد أعتقد الأفارقة كده كده في ليبيا لا هو طبعا تواجد الأفارقة من الأول لأن أنت عارفة أن ليبيا في أوضحها المحطمة كانت الباب الرئيسي لفكرة الهجرة غير الشرعية فوفود الهجرة غير الشرعية تأتي من أعماق أفريقيا تخفى عند الساحل ليبي وطبعا فيه عملية صوفيا أجراتها أوروبا وغيرها يعني الأمر كله يدور حول هذه النقطة بالأساس طبعا توجد نقاط أخرى كانت توجد فيما سبق نقطة مصرية جرى إغلاقها تماما من عام 2016 توجد الآن بدرجة أو بأخرى نقطة النسية ونقطة مغربية لكن طبعا مع أجواء كورونا كل هذه النقاط تقطعت بها السبل وتحول المهاجرون من قلب أفريقيا بصفة غير شرعية إلى موضوع للاضطهاد والتعذيب والتفرقة والاستعباد وطبعا نشر التقارير هائلة من قبل عن استعباد الأفرقة في ليبيا والعصابات عصابات الخطف والتهريب والانتهاكات بما فيها الانتهاكات الجنسية وغير الجنسية والقتل في ظل الحروب وتعمد وضع هؤلاء في أماكن قواعد عسكرية أو نقاط عسكرية في قلب ترابلوس كل هذه الانتهاكات قائمة وطبعا وارد جدا في ظل هذا البؤس أنه يتم تجنيد هؤلاء الأفريقى للحرب هذا على الأقل مصير شخصي بالنسبة لهؤلاء أقل مؤسة من المسائل الأخرى التي استعرضنا فهذا أمر منطقي كان يجري الزيادة فيه كما كان يجري من قبل من 2014 تدخل تركي باتفاق طبعا الاتفاق الجديد الخاص باتفاق البحرية والاتفاقية الأمنية أضاف إليه أضعف المضاعف فهذا جديد قديم وهذا جديد الجديد التكسيف لأنه قوات ما يسمى الحكومة الليبية اللي هي معترف بها تركيا حقيقة دلوقتي بس مش معترف بها دوليا بصورة وقعية يعني لأن أنت عندك مثلا أوروبا كلها الذي يقرأ التطورات واللقاءات وكذا كل التركيز على اللقاء مع الجنرال حفتر وأمريكا اللقاء مع جنرال حفتر لأن هذه دول تعترف بالوقع بأكتر من النظريات أو الفكرة المواظفة دولي فكرة المواظفة الدولي المنسوبة للسراج تقريبا استقالة غسان سلامة كان يجب أن يصحبها مباشرة باستقالة السراج لأنه استقالة البعثة الدولية الحقيقة لأن هذا ليس أول رئيس للبعثة الدولية فيه أربعة من قبل فالفكرة من الزاوية السياسية وزاوية التطور وزاوية الانحيازات الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالموضوع الليبي بتميل بصورة مضطاردة إلى جانب آخر وترك السراج لمصيره طبعا فيه متغير حتى فيروس كورونا الذي كنت حدث عنه يؤثر طبعا على طبيعة المعارك الدائرة حول ترابلوس في بعض الدول أصدرت نداء أن يا أخوانا توقف عن حرب الحد ما كذا أنا عموما من الذين يرون مش في مصر ليس في مصر فقط وهذه ليس دعوة اطمئنان مجاني أنا قلت ناخد كل الشروط والاحتياطات أنه ظاهرة هلع كورونا لن تستمر طويلا ربما برضو بحكم انحياز الانحياز الروحي لفكرة الحكمة القاتية من الشرق لابد لأن ألحظ أن القائمين على أولمبيات توكيو نعم إلى الآن يرددون أن الأولمبيات سوف يقام في موعده بينما لاحظ العكس في أوروبا أوروبا تميل الآن للتفكير في أن الدوريات المحلية تختتم على الفائز حتى الآن وتأجيل المسابقة الأوروبية لعام آخر يعني نعم أوروبا تحولت لأبأس مناطق العالم نعم بؤس العالم طبعا أمريكا الآن لحظي أنه قبل يومين كان الكلام عن ألف ألف وخمسمية يعني باللقتي عدينا ستة تلاف وعدينا سبعة تلاف وظل أمريكا أو منشأ أمريكا اللي هي بريطانيا تركت الأمر يعني تركت الأمر إلى حد كبير بدون أي إجراءات إلى حد أن والد بوريس جونسون مثلا رئيس الوزراء البريطاني قال كورونا من غير كورونا أنا هروح الحانة اللي أنا بروحها كل يوم أنا مليش عامل البارية البارية فالدنيا مختلفة دي اختبارات الحقيقة نو بوريس جونسون تحديدا كليمة وقف غريبة يعني لو لايه القطيع سياسة القطيع ومن ثم رجع في كلامه دا تماما بس رجع فيها بل في الحديث وحاول تبني نظرة بريطانية قائمة على تولد المناعة إنه هذا العدد من السكان لا والسكان كلها تتصابل لحظ إن بعض الوحشية في الثقافة الغربية ظهر في هزي المحنة يعني في إيطاليا مثلا من كثرة عدد المصابين قال لكم إيه المشكلة إحنا لن نعالج أي حد فوق سبعين سنة نعم ما يموتوا لأن هذي المجتمعات زي ما أنت عارفا أعداد اللي فوق ستين سنة وأسبانيا توجهت بنفس التوضع وبارف النهار باستاذ أنديل فهم في نظر العقلية الأوروبية والعقلية الغربية عموما عناصر غير منتجة ومش هيستفيدوا منهم فمش ما يموتوا أنا يعني ده ما أخصده بأنه ربا ضرت النافع هذه الجائحة أو هذا الوباء الحقيقة بيكشف طبيعة الأصلية للثقافات ومشتوى التطور التكنولوجي ومشتوى المقدرة أنا فضي لي 3 دقائق أستاذ أنديل وعيزة أسأل حضرتك سؤال قبل ما أختم اتفضل هناك اتهمات واسعة من المعارضة التركية الأردغان بعدم الشفافية في مسألة كورونا وفايروس كورونا ومدى انتشاره في الداخل التركي إلى أي مدى هذه المسألة وإنه طبعا هيأثر على الاقتصاد التركي أكتر ما هو يعني متأثر بشكل كبير بنكلم منذ فترة طويلة أي مدى ده ممكن يؤثر بشكل أكبر على المشهد السياسي التركي؟ آه طبعا يؤثر بشكل أو بالمناسبة كورونا كلها يتأثر على المشهد السياسي في كل العالم ما أخذ يبالك الاستنتاجات من نوع التفضيل الصيني وكذا ما هيش استنتاجات لها أثر وقتي ده لها أثر لها أثر دائم جدا تركيا إلى قبل أيام كانت تقول أن لاسي لديها حالة وحيدة نعم وبدأ هذا غريبا جدا جدا حيث لأن تركيا دولة سياحية وبرويقتي لها الناس من كافة الأسقاع وحركة الرنشيطة وحركة المساكلين عنشط ثم بدأت روايدا روايدا تعترف بالطنقيد حتى لا أقول بالتقصيد بوجود حالات من المؤكد يعني بصورة عامة يعني دون أن أفعل كما فعل الدكتور إذاك يعني أن الأرقام تبدو أقل من الحقيقة أنا لن أجاسب بتقديرات تركيا ولا دير تركيا لكن من الواضح أن الأرقام أقل من الحقيقة يعني هذا التعتيم يعني من لأنه لحظة كمان أن الشيخ القريب من إردوان يعني دعمه الديني اسمه إسماعيل حاجة أنا لا أتذكر بقية الإسم الآن أتكلم في البداية عن أن الله استجاب لدعاءه دعاء الأخ إسماعيل ضد الصين وأن كورونا تفزع الصين يعتبر أن الله استجاب لدعاءه فدلوقتي أنا بقول للأخ إسماعيل والأخ إردوان ياريت ادعو الله لكي يرفع البلاء عنكم لأن أنا أعتقل الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما هو الآن وشعب الترك عموما شعب صديق وحتى هذه النظرة انسحبت تماما بعد النجاح الصيني وحل محلها شوفوا الصين عملت إيه يعني بنفس الأسماء وتحدثنا وانتقلنا فجأة من الكلام عن العقاب الإلهي إلى الابتلاء الإلهي فيعني إحنا فعلا يعني ده جزء برضو في ظل الجائحة وفي ظل هذا الوباء بتتكشف حقيقة التخلف حتى في بعض الدول التي قدمتها البناء الصناعية زي تركيا حقيقة طريق التفكير دي يعني هذه فضيحة أخرى أو قصفة آخر لطريقة التفكير التي أذلت أعناقنا طويلا اللي بتدور غالبا حول من يسمون أنفسهم بالطيار الإسلامي والتفسير الإسلامي نحن ندعو الله نعم وفي نفس الوقت نأخذ ما يمكننا من إجراءات نعم أمرنا بها الله أن نأخذ بالأسباب لكي ننجح أنا بشكر حضرتك وسوف ننجح إن شاء الله يا رب يعني وجميع دول العالم بالطبع أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أن أستاذ عبد الحليم أنديل كتب الصحفي الكبير على هذه المعلومات فنم على وجودك معنا مشاهدين الكرام بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على الحصن المتابعة هذه كانت المواجهة لليوم إلى اللقاء